موسيقى أجمل تحية لكم مشاهدين الكرام إنما كنتم أهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج هذا الصباح يأتيكم مباشرة عبر إخبارية التليفزيوني الجزائري نرافقكم فيه على مدار ثلاث ساعات من الزمن نسلط الضوء خلالها على عديد المواضيع والقضايا والملفات في مختلف المجالات والقطاعات في مجال الصحة سيكون لنا حديث عن المضادات الحيوية وتحديدا عن الاستخدام أو التناول المفرط للمضادات الحيوية سنتحدث عن هذه الظاهرة عن خطورتها وعن التناول أو الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بطريقة آمنة بعيدا عن تأثيراتها ومضعفاتها السلبية سنتحدث أيضا عن جهود جهاز الحماية المدنية في حماية المواطنين من الكثير من الأخطار والكوارث خاصة ما تعلق منها بحوادث المرور وإرهاب الطرقات والتي لا تزال تحصد أرواح العديد من الأبرياء وتخلف خسائر معتبرة في الممتلكات أيضا إضافة إلى الحملات الوطنية التوعوية والتحسيسية ضد الخطر القاتل أو الصامت القاتل هو غاس أحادي أكسيد الكربون ودائما وبالحاديث عن غاس أحادي أكسيد الكربون سنرصد أيضا جهود الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مرافقة جهود جهاز الحماية المدنية والسلطات المعنية من خلال الحملات التوعوية والتحسيسية لرفع وعي المواطنين وزيادة حسهم بالمسؤولية لاتباع الإجراءات الضرورية والاحتياطات اللازمة حماية لأنفسهم وعائلاتهم من خطر غاز أحادي أكسيد الكربون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سنتحدث عن دور حاضنات الجامعات في مرافقة الطلبة في مساعدتهم على تحقيق أحلامهم على بلوارة أفكارهم على تجسيد مشاريعهم لتصبح مؤسسات ناشئة قائمة بذاتها سنتحدث عن دورها أيضا في تنمية الفكر المقاولة في الوسط الجامعي وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية ودائما بالحديث عن جهود تطوير الجامعة سنتحدث عن جامعة يحيى فارس بن مدية سنتحدث عن الهياكل والمرافق الجديدة التي تدعمت بها سنتحدث عن أبرز تخصصاتها عن تكويناتها التي تتيحها للطلبة عن دورها في مواكبة الرقمنة في تنمية الفكر المقاولة والهدف دائما وجعل الجامعة رافدا من روافد البحث العلمي والتنمية الاقتصادية في الجزائر سنتحدث أيضا عن صيغة الصيرفة الإسلامية عن دورها في إعطاء القيمة المضافة المرجوة في الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل من خلال المنتجات والخدمات التي تقدمها من خلال استقطابها أيضا لرؤوس الأموال ودورها في إعطاء القيمة المضافة في تمويل الاستثمار ودعم الاقتصاد كل هذه المواضيع سنتشرف بمناقشتها مع ثلة من ضيوف والدكاترة والخبراء والمختصين لكن مشاهدين الكرام قبل البدء في التفصيل في مختلف هذه المواضيع أدعوكم إلى متابعة هذه الورقة حول أحوال الطقس والتي أعدتها الزميلة صبرنا العوفي بوزيان موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل مشاهدين الكرام أصدر الله صباحكم بكل خيرين مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بعبور اتراب جوي ضعيف النشاط سريع الحركة على السواحل الوسطى مرفوق بأمطار هنا تكون محلية الأمطار تكون على شكل زخط بالمناطق الشرقية تحت وقع الرعود بالمرتفعات الشرقية خلايا رادية منعزلة أيضا ستخص الهضابة الوسطى والغربية بعد الظاهرة الصفاء يبقى في الموعد بسواحل الغربية صفاء تام بشمال الصحراء الجنوب الغربي والصحراء الوسطى أما بمناطق أقصى الجنوب إلى غاية الجنوب الشرقي هنا الخلايا الرادية الموسمية ستبقى تخصها خلال أواخر النهر قد تكون مرفوقة بأمطار محلية درجات الحرارة خلال ليلة اليوم ستقرب 16 إلى 18 بالهضابة العليا 19 بعناب الطرف جيجل وقسنطينا 21 درجة ببومرداس والعاصمة لن تتعدى 18 بتيزيوزو ووهران أما جنوبا 21 درجة بالجنوب الغربي 26 درجة بشمال الصحراء والواحد 29 درجة بإيديزي بأضرار أيضا وترتفع إلى 31 درجة ببرج برج المختار فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظاهرة اليوم بإذن الله إذن ستتراوح ما بين 23 درجة فقط بعنابا إلى 29 درجة بالعاصمة وتيزيوزو 26 درجة بوهران ستعرف انخفاض مقارنة بيوم الأمس مقيس ما بين 25 إلى 27 درجة بالهضاب العليا تقرب 30 كعالمي قياس بغليزان جنوبا 34 درجة بتندوف 36 درجة ببشار لن تتعدى 25 درجة بورغلا وتصل إلى 40 درجة بإيديزي 43 درجة كعالمي قياس ببرج برج المختار البحر خلال نهار اليوم بإذن الله سيكون مضطرب على كل السواحل الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الشرقية ضعيفة أيضا بسواحل الوسطى والغربية لكن ستشتد بعد الظاهرة لتقرب 50 كم في ساعة تتنم من شرقية إلى شمالية شرقية تدور إلى شمالية شمالية غربية بسواحل الشرقية أما عن وقت غروبة الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة وضوحيها سيكون في حدود الساعة الساديسة مسان و35 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام ضمن هذا البث المباشر من فقرات برنامج هذا الصباح مستمرون معكم إلى غاية الساعة الحادية عشر بحول الله ونستهل أولى مواضعنا في مجال السحة بالحديث عن المضادات الحيوية وتحديدا الاستعمال أو الاستخدام أو التناول المفرط أو المفرط للمضادات الحيوية سنتحدث عن هذه الظاهرة التي تعرف انتشارا كبيرا يوما بعد يوم سنتحدث عن خطورتها وعن طريقة المثلى لاستخدام وتناول المضادات الحيوية بطريقة آمنة بعيدا عن مضاعفاتها الخطيرة وتداعيتها السلبية على صحة الإنسان وللتفصيل أكثر في هذا الموضوع أتشرف بحضور الدكتور موسى قوادر هو طبيب استشاري مختص في الصحة العمومية صباح الخير دكتور مرحبا بك معنا صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على كل المشاهدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن بداية دكتور ممكن قبل الحديث عن مضار المضادات الحيوية وعن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية نتعرف معك بداية على المضادات الحيوية أو ما هي الأمراض أو ما هي البكتيريا التي تساهم المضادات الحيوية في القضاء عليها بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان يعيش في بيئة ممتلئة بالجراثيم والميكروبات والفيروسات والفطريات هذا دارين بنا سواء في البيئة اللي يعيشين فيها ولا حتى في الجسم منتاع الإنسان مثلا في الفم منتاع الإنسان كانين آلاف من الميكروبات والفطريات اللي يعيشين في الفم منتاع الإنسان بدون أن يكون فيها ضرر ولا يكون فيها مرض لأن الإنسان رحيش في بيئة ممتلئة بهذا الميكروبات والبكتيريات والفيروسات وأعطى له ربي بعض المناعة اللي يتصدى بها لهذا الميكروبات اللي راهم يعني تقريبا إذا كان نقدرون صح التعبير اللي راهم يعني نصبين له كمين ويقتاش يتيح باش يبانوا هذا الميكروبات ويديروا الأثار اللي يديروها في الأمراض اللي تنجر عن هذا الميكروبات والفيروسات والفطريات الإنسان كيزيد خلقه ربي ما خلقش مع علبان تاع أدوية ولا علبان تاع مضادات حيوية لماذا؟ لأن في الجسم تاع الإنسان كائن جهاز اللي يسميه جهاز المناعة جهاز المناعة ليتصدى لكل يعني الهجومات انتاع الميكروبات ولا انتاع البكتريات اللي راهم كما سبقت اللي راهم يعسوا فيه وقتاش يكون الجسم انتاع الإنسان ضعيف باش يهاجموا هذا الجهاز تاع المناعة اللي احنا مثلا الجيل تاعنا يقولوا كانوا بكري الناس ميروحوش للطبيب علش كانوا ميروحوش للطبيب على خطر كانت أولا البيئة كانت سليمة الأكل صحي الأكل كان صحي النمط الحياة كان صحي النمط الحياة كان فيه نشاط جسدي دونك الجسم تاع الإنسان تاع بكري كان قوي بهذا الأشياء هذو ثانيا كانت كائنة نسميها الانسان اللي يكون ضعيف على خطر احنا نقوله الناس بكري كانوا يعيشوا بزاف ميروحوش للطبيب ولكن ما ننسوش باللي كانت الأولاد الصغار كانوا يموتوا بزاف لماذا؟ لأن المضادات الحيوية كانت مستعملهاش وكل الأمراض اللي يقيسوا الطفل الصغير إذا كانت عنده مناعة راح يتصدى لها لما كانتش ما عنده مناعة يروح ولهذا كانت شغل تصفيات الإنسان اللي عاش طفولة نتاعو ومرضب بالسل ويعني وفاز عليه ومرضب بكل الأمراض هذو كنت على الصغر وفاز عليهم بو حمرون إلى غير ذلك راح يكون إنسان اللي منعة قوية المناعة نتاعو تكون قوية وهذا المناعة هذه هي اللي تعس على الإنسان نعطي مثل صغير برك قلنا في الفم نتاع الإنسان كين ميكروبات ولكن ما نمرضوش بالالتهاب تعلوزاتين وقتها نمرضو بالالتهاب تعلوزاتين كي ينقص الإنسان تنقص له المناعة كي يكون تعبان كي يكون في مرحلة ناقاها كي يكون في مثلا يستعمل الدواء الكيميائي لنقص من المناعة في هذا الوقت يتفطن هذا الميكروب وهذه البكتيريا اللي راهي في الفم باللي الجسم تعل الإنسان ما يقدرش يدافع على روحه وفي هذا الوقت هذا يكون لهجوم كي يكون لهجوم رايحة تكون نلتهاب اللوزاتين ولا ديزينفكسون تعافون في أي أعضاء اللي يكونون تعلن 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 الإنسان دونك أربي سبحانه خلق الإنسان بالمضادات الحيوية الطبيعية اللي في الجسم نتاعه واللي تتمثل في يعني بصفة عامة في الكوريات البيضاء لغلوبي الروج ومبينهم لكوريات البيضاء اللي كاين بزاف الأنواع كاين البولينيكليير نتروفيل هذا اللي هما نتاع المناعة هما الجيش إذا صح التعبير نتاع الجسم نتاع الإنسان وبتطور المعيشة بتطور النمط المعيشي نتاع الإنسان تخلينا على هذوك الأمور اللي كنا نحكيه عليها تاع الأكل الصحي تاع الناشاط الجسد سكيفي الإنسان والطفل كيكون صغير ربما كي تقسوا حمى ولا يمرض بالسل ولا يمرض بأي مرض والله كان الأدوية اللي تعاونوا باش 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 يحيش سكيفي الإنسان تاع ذلك بالنسبة للإنسان تاع بكري تقريبا كان الناس اللي تقريبا تقريبا تسمحوا لي العبارة عايش استيناعي عايش استيناعي لخطر كل ما عنده مرض يخذ أدوية بلا أدوية بلاك ما يقترس في عايش و نوصله للدرجة وين أي هجوم تاع ميكروبات ولا بكتريات ولا الجسم تاع الإنسان راح يؤدي بأضرار والهنا يتحتم على الإنسان أخذ مضادات حيوية ضد هذه الميكروبات ولا هذه الفطريات ولا هذه الفيروسات اللي رهم يكونوا خاطر على الجسم من تاع الإنسان وهنا بالفرنسيين يقولوا يعني الضرورة أنت استعمال هذا المضادات الحيوية لأن اسم الجسم من تاع الإنسان وصل لواحد الدرجة وين راح في مرحلة الضعف وهذا الميكروبات ولا هذا الجراثيم اللي رام عايشين معاه رهم تغلبوا عليه لازم يعانى بشي حاجة واحدة أخرى باش يكافح هذا الهجوم من تاع الميكروبات ولا هذا الهجوم من تاع البكتيريات اللي رهم يأثروا فيه ويؤديوا إلى أمراض منها حمى منها سعال منها مثلا إسهال منها أشياء كثيرة ولا تعافون مثلا في الجهاز البولي ولا في الجهاز التناسولي ولا وهذا الأشياء هذو كامل يؤديوا إلى ارتفاع الضعف منتع المناعة منتع الإنسان وارتفاع منتع الضعف منتع الجسم منتع الإنسان ويكون بهذا الطريقة هذي يكون معرض إلى أشياء وحدة أخرى اللي تقدر تنتج من هذا الضعف هذا لأن الجسم يكون عرضة لكل الأشياء اللي تكون قدر الضرب إذن مضادات الحيوية تلعب دور كبير في حماية جسم الإنسان من هذه الجراطيوم من هذه البكتيريا التي يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان لكن دائما نتحدث ممكن عن أخذ هذه المضادات الحيوية دائما بالرجوع إلى الطبيب مؤخرا نرى أن الكثير من الأفراد يقومون بأخذ هذه المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب أي خطورة لأخذ هذه المضادات الحيوية دون الرجوع إلى المختصين هو أولا لازم نذكره باللي ما كانش أي دواء ما كانش أي دواء لما عندوش الأثار الجانبية ولا ما عندوش المضاعفات كل الأدوية عندها لزيفة سيكوندير ولا عندها لزيفة انديزيرابل ولا لكونتر انديكاسيون وهذا الأشياء هذا لتابع الأدوية رايحة ربما الإنسان يستعملها بشيعة ونجسم انتاعه وهي ربما رايحة تأدي إلى العكس رايحة تأثر له على الكيل انتاعه ولا على الكبيد ولا على الجهاز التنفسي ولا حتى على المناع انتاعه ولهذا وصلنا لنتيجة ونقولنا في بعض الأحيان المضادات الحيوية تكون ضرورية للإنسان ولكن ما هيش بصفة عشوائية صفة عشوائية نطرق لها بالتفصيل هي أولا كان الناس كما يقولوا بالفرنسية بوراوي بورانو يستعمل مضادات حيوية أنا شفيت في المهنة نتاعي جاتني مرأة قلت لي وجعني رأسي بورتون شربت أنتيبيوتيك وما دار لي ولو الأنتيبيوتيك ما راهوش الدواء اللي يستعملوها للصداع دونك يعني ولا استعمال عشوائي وهذا الاستعمال العشوائي كما سبقت وقلت راح يكونوا عنده تداعيات سلفية على الجسم تاع الإنسان ثانيا التداوي الذاتي التداوي الذاتي هو سبب واحد آخر في خطورة الإفراط في استعمال المضادات الحيوية التداوي الذاتي هو الإنسان بفرض نفسه يصف الدواء لنفسه يصف الدواء لنفسه ولكن عنا ظاهرة ظاهرة لتاني شوية خطيرة يروح لعند الصيدالي قال الصيدالي بدون أولا الصيدالي نذكر باللي في الصيداليات هو كين اللي بيعوا مهم الصيداليين عنده عنده تجربة برك في الدواء وفي منتاع الدواء واحدة ما راهوش صيدالي وما راهوش طبيب وراح يوصف أدوية بدون فحص الإنسان يعرف اسم الدواء احنا ظاهرة هذه كان بزاف يروح عند الصيدالي قال ولدي رأي يسعل أعطي الدواء قال مثلا ولدي عنده الحمى أعطي دواء ولكن الحمى هذه قدر يكون التهاب في الرئتين قدر يكون التهاب في الجهاز التنفسي الجهاز التنسولي قدر في الجهاز البولي عفاكم الله قدر يكون في الواريل قدر يكون في في أي جهة والدواء ما هوش كيف كيف موضة الحيوية مرهيش كيف كيف لازم تأخذ على حسب نوع الحالة لحسب المرض الأصلي ثالثا من باب الاستعمال العشوائي كان ظاهرة وحدة أخرى لخطيرة أكثر قال أنا جارتي مرضت ذيك النهار كانت عندها الحماشر بتدوى هذاك وفاد فيها ولا الإنسان فلان مرض مثلا كان عنده السعال كان يسعل وشرب المضادات الحيوية هذه وارتاح ربما صحيحة ولكن كان أسباب كثيرة لتأدي إلى السعال والتهاب بتاع الجهاز التنفسي مثلا نأخذ مثال برك كان إنسان يسعل لأنه عنده مرض السل وكان إنسان يسعل لأنه عنده أنفليونزة موسمية النتيجة وليسعلوا كيف كيف ولكن السبب ما هوش كيف مختلف ثانيا أولا ثانيا العلاج ما هوش كيف كيف هذاك علاج خاص والأخر علاج خاص ومشيء لخطر هذاك الإنسان ربما عنده أنفليونزة موسمية بسيطة أخذ مضادات حيوية ونجاح في العملية نتاعه والجار تاعه يسعل كيف كيف ولكن عنده مرض السل ومرض السل هذا ولازم له الدواء منذ 6 شهر وهذاك الدواء ربما نتاع 4 يام ولا 5 يام ويفيد فيه هذه ثانية ظاهرة لمنتشرة بزاف عندنا وتأدي إلى الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية قال فلان كانت عنده الظاهرة هذه واستعملوا هذا أنا ثانيا استعملوا رابعا كين حتى يروح عند الطبيب أنا كان الأسبوع هذا ليفت بار كانوا عندي حالتين من هذا النوع يروح عند الطبيب يوصف له مضادات حيوية يشربها اليوم الأول الثاني ولا الثالث يلقى روح ومليح سواء يحبس يحبس الدواء ولا ما يستعملوش بطريقة يبدأ يستهزع عليه اليوم يشرب غدوه ما يشربش وهذا يؤدي إلى خطورة أكثر لماذا؟ خطورة أكثر خطورة أكثر لماذا؟ لأن كي تستعمل المضادات الحيوية الطبيب وصفها ورح وصفها بطريقة سليمة ما غلطش رح في طريقة سليمة وصفها كي تشرب هذه المضادات الحيوية الميكروب هذه البكتيريا التي كانت سبب للمرض نحن نقول البكتيريا رحي ملايين البكتيريات أنواع لذلك المضادات الحيوية هذه المضادات الحيوية رحين يقضيوا على كمية كبيرة من هذه البكتيريات ولكن يبقوا ربما بكتيريات ما زالوا لي شوية صعاب ما زالوا ما ماتوش وكي يحب السدواء المريض وش رح يوقع هذوك البكتيريات اللي كانوا ما زالوا ما ماتوش يبدوا بالعقل يسترجعوا القوة نتاحهم وكي يسترجعوا القوة نتاحهم رحين يزيدوا يأثروا أكثر من المرة الأولى والخاطر مهين يمكن الخاطر يمكن لأن هذه البكتيريات عاشوا مع هذك المضادات الحيوية ومقتلهمش شغل رحين يديروا يعني مناعة ضد هذك المضادات الحيوية للانتيبيوتيك هذك ويقول لي ما ينفعش فيهم دونك إذا كان شرب الانتيبيوتيك غدوا لازم دو ولا ترواز الانتيبيوتيك واحد أخرين اللي يديروا هالو وهذي اللي يسميوها بالفرنسي يسميوها كان زوج أنواع كان لارشوت يعني يبرى بنادم بعده يعاود وكان وكان الروبان يشرب يومين ثلاثة أيام يحبس هذك شغل يعاود البكتيريات هذوك والفيروسات يعاودوا يظهروا ويعاودوا يأثروا على الصحان تاعه ولهذا إذا كان وصف لك الطبيب مضادات حيوية مدة خمس يام ولا ست يام ربما في يومين ولا ثلاثة تلقى روح تحسنت ولكن لازم الإنسان يكمل دو ينتزي على كل الميكروبات ولا كل البكتيريات اللي رهم تسبوه في هذك المرض ودائما نقول ما كانش زوج من الناس في العالم اللي يتشابه في كلش ماشي قال فلان مرض أنا أخذ هذك الدواء كما كنا نقول وانا ثاني ناخده وما لازمش سواء نلجع للاستعمال تاع المضادات الحيوية كما يقولوا بالفرنسي بوراوي بورا نان دونك الإنسان لازم المضادات الحيوية عندها طريقة تحان تاع الاستعمال تحها كان لا انديكاسيون تحها كانوا حتى الإنسان يجينا نعطيه له مثلا مضادات تاع الالتهاب ولا مضادات تاع الحمى ولا ومنعطيه له مضادات حيوية لأن الانديكاسيون ما لازم نزال ملحقش باش ياخذ هذك المضادات الحيوية و إذا كان الإنسان رايح ستعمل هذك المضادات الحيوية بطريقة عشوائية وش راح يقع رايح المناع عن تاعه الجسم نتاعه يولي مدافع شلا نفسه لأن المناع نتاعه تنقص وكي تنقص المناع نتاعه يولي عارضة لأي ميكروب ولا أي فيروس ولا أي بكتيريا باش تقدر تدير له تعفون في أي جهاز من الأجهزة نتاعه والخطر الكبير هو أنه الإنسان يستعمل بزاة المضادات الحيوية رح تنقص من الفعالية نتاحها غدا ويشرب المضادات الحيوية ولا ما يشربها كيف كيف لأن هذه البكتيريات اللي عايشين معاه ولا هذه الفيروسات اللي عايشين معاه تعودوا على هذا المضاد الحيوي وهما بنفسهم داروا مقاومة وداروا مناعة ضد هذا المضاد الحيوي واللي ما ينفعش فيه كان الناس لإمبوتيت قريب ولا إمبوتيت أوتيت يعني أنت تعود والالتهاب بتاع اللوزاتين لازم يتحتم عليه يشرب ثلاثة أو أربع عن المضادات الحيوية وإذا كان ربما كان رح يبرع في ثلاثة أيام أو أربع أيام كان لي إنسان ربما عشر أيام أو خمسة عشر يوم وهو في الدواء لون الجسم تاع الإنسان كي يكون الاستعمال المفرط هذا رح يتعود على المضادات الحيوية وكي يتعود عليها للفعالية حتى تنقص إذن استخدام المتكر للمضادات الحيوية يمكن أن يعود بالسلب أيضا على المناعة الذاتية للجسم ممكن في هذه النقطة بالتحديد لو تفضلت دكتور كيف يمكن التقليل أو التخفيف من هذه التدعيات الخطيرة أو المضاعفات الخطيرة للمضادات الحيوية ما هي الطريقة المثلة؟ هو الاستعمال المفرط كما كنا نقوله بالتأكيد قادر يأدي بالتأكيد يأدي إلى عدم فعالية المضادات الحيوية الأخرى لأنه ونؤكد على أنه بدون وصفة الطبيب لأنه الطبيب دائما يعطي بمقادير معينة والطريقة المثلاهية أولا مثلا يكون إنسان عنده عنده حمى أو أعراض خفيفة يقدر يستعمل مضادات التالي الحمى أو حاجة ولكن إذا كان شاهد بالأمر طال لازم استشارة الطبيب لأن الطبيب يشوف وينها الجهاز اللي رأي يعاني ويعرف وينها الميكروبات أو الجراثيم أو البكتيريات اللي موالفين يعني يهاجموا هذا الجهاز هذا ويوصف الدواء على حسب الأعراض وعلى حسب الموقع أنتعال تعافون هذاك ما ندويوش تعافون في الجهاز البولي كما تعافون مثلا في الوزاتين أو في الأذنين أو في الجهاز التنفسي كينين مضادات حيوية ذكرها كين مززاف على كل حال مضادات حيوية وكين دراجات اللي يقدر يستعملهم الإنسان وهذا الطبيب هو اللي يخذها المسؤولية هذه ممكن كسؤال أخير فقط لو تفضل الدكتور موسى قوادرنا تحدث عن دوركم كأطباء في تغيير هذه الممارسات وهذه الأفكار الشائعة عند الكثير من المواطنين وعند الكثير من المرضى في عدم استشارة الطبيب وأخذ هذه المضادات الحيوية بدون الرجوع إلى الطبيب ما هي النصيحة التي تقدمها لهؤلاء المواطنين والله النصيحة يعني تفرض روحة بنفسها بنجراء الشيء اللي كنا نتكلمه فيه قلنا المضادات الحيوية فيها فائدة كبيرة وفي كل الأشياء اللي نرى نعيشوها مثلا ما نبلش تأخذ أي حاجة مثلا استعمال كهرباء ولا استعمال أشياء ولا مثلا الهاتف النقال ولا مليح ولكن الإفراط بزاف ما هو إذا زاد الشيء وأن حده انقلب إلى ضده في هذه الأشياء الإنسان مشي ثاني عنده حمى صغيرة أو أعراض صغيرة يروح يجري للطبيب ولكن مثلا نستعمل الأشياء البسيطة إذا كان شاهد باللي الأمر يطلب استشارة الطبيب ما لازم يأخذ الأدوية وحده ولازم يستشير الطبيب هو يعرف الجهاز اللي لازم يدويه يعرف الدول اللي لازم يوصفه يعرف المدة اللي لازم يديرها ويعرف كيف يوصف الدواء هذا ويعرف ما من المضادات الحيوية لتقدر توالم هذا المرض التعوي وممكن أيضا أثرت نقطة مهمة جدا دكتور موسى قوادري الرجوع إلى نمط الحياة الصحية وإلى التغذية الصحية والتي من شأنها تقوية جهاز المناعة والابتعاد كليا أنهات الأدوية والمضادات الحيوية يقولوا موانجي موانصالي موانسوكري موانقرا يعني الإنسان ينقص الملح ينقص الصكر ينقص الدوسوم والحركة والأكثر من الماء دكتور موسى قوادر طبيب استشاري مختص في الصحة العمومية شكرا جزيلا لك على كل هاتي التفاصيل والنصائح والإرشادات التي وافيت نبيها حول الطريقة المثلى لتناول واستخدام المضادات الحيوية بعيدا عن أثارها وتداعيتها ومضاعفاتها الخطيرة على الصحة الإنسان مشاهدين الأفاضل مستمرون معكم دائما ضمن فقرات برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل مع إشراقة كل جزائر هذا الصباح مطلع يوم كامل من الأحداث مع إشراقة مطلع يوم كامل من الأحداث أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام حديثنا الآن عن الجهود الكبيرة لجهاز الحماية المدنية في العمل دائما على حماية المواطنين من مختلف الكوارث والأخطار خاصة ما تعلق منها بحوادث المرور وإرهاب الطرقات والتي لا تزال تحصد أرواح العديد من الأبرياء وتخلف خسائر معتبرة في الممتلكات أيضا إضافة إلى الحمالات الوطنية التوعوية والتحسيسية ضد القاتل الصامت أو ضد غاز أحادي أكسيد الكربون ولتفصيل أكثر في هذه المحاولة تشرف بحضور الملازم كريم بن فحسي المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المديري العام للحماية المدنية صباح الخير سيدي مرحبا بك معنا تحية صباحية متبادلة لزمين المحترم تحية لكل زبنة والزمينة في الستوديو صباح الخير كل مواطنين ومواطناتنا في كل أرجاء الوطن من خلال برنامج هذا الصباح في تيديو العموم كل التحية لكم ولجهودكم الكبيرة في حماية المواطنين ودائما بالحديث عن الجهود المعتبرة لجهاز الحماية المدنية نبدأ من خطر القاتل الصامت أو غاز أحادي أكسيد الكربون تحدثا الحملة الوطنية التوعوية والتحسيسية التي تعتزمون تنظيمها ابتداء من الفاتح من أكتوبر إلى غاية الواحد والثلاثين من مارس تحت الشعار شعار دفء آمن في شتاء خال من الحوادث أكثر تفاصيل حول هذه الحملة الوطنية شكرا زميلي المحترم شكرا في البداية تليفزي العموم على الاستضافة والتي من خلالها سنرافق المواطن الكريم في جملة من النصائح والإرشادات والتوجيهات التي نساهم من خلالها في الحفظ أو في حفظ نفس البشرية من الهلاك طبعا مخططنا الاتصالي للمدرية العامة للحماية المدنية نشتغل به 24 ساعة 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع مدة 12 شهر نحن الآن على بوابة دخول فصل الشتاء بعدما قضينا فصل استياف كان فيه من المتعة ومن الراحة ومن الاستجمام ومن السياحة وكذلك من التدخلات لجهاز الحماية المدنية في كل المحاور التي يمين مهامنا الآن نحن مقبلين على إن شاء الله دخول فصل الشتاء واللي نتمنى إن شاء الله يكون شتاء دافئ وآمن خالي من الحوادث ومن الأخطار لا سيما ما يعرفه وما يضغى في فصل الشتاء ظاهرة تختناق بأول أكسيد الكربون فالمدرية العامة للحماية المدنية وضعت ضمن أولوياتها في استراتيجية 2024 2025 ضرورة تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي بخصوص الشق المتعلق بحماية النفس البشرية من خطر الوقوع في فخ الاختناق أقول الوقوع في فخ الاختناق كلمة فخ نضعه عليها سطرين باللون الأحمر لأنه هو عبارة عن بياج يقدر الإنسان أي مكان نتعه في المجتمع أو أي المنصب نتعه في الدولة الجزائرية أو أي مكان يعيشها في وسط إخوانه أو مكاناته العلمية أو الثقافية أيضا مهما كانت المكان الاجتماعي نتعه فقد يكونوا واقعا في فخ الاختناق وحنا وضعنا يوم الفتح أكتوبر من السنة الجارية هو اليوم الذي تطلق فيه الحملة الوطنية لخطر أول أكسيد الكربون أو ما يعرفه بالقاتل الصامت هذه الحملة الوطنية تدوم إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة أي إلى غاية دخول فصل الرابع من السنة الجارية أو عفوا من السنة المقبلة واللي راح نشوفه من خلالها راح تنخافظ نسبة البرودة وتنخافظ استعمال الأدواء التسخين والتدفئة مباشرة تنقص استعمال أدواء التدفئة أو التسخين باعتبار أنه الجو يصبح معتادل وفيه من درجة الحرارة التي تجعلنا نستغنه على البوال والغاية فالحملة الوطنية ستطلقها المدرية العامة للحماية المدنية من ولاية تيارت إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم هذا من هذا الأسبوع تحت إشراف المدرية العامة للحماية المدنية بحضور الشركاء والفاعلين من مختلف قطاعات الدولة الذين لهم صيلة مباشرة بهذا الموضوع نتكلم على زملائنا في قطاع التجارة وأعوان قمع الغش وما يقومون به من دوريات وخارجات ميدانية للمحلات التجارية التي تسوق أدواء التسخين والتدفئة رح يكونوا معنا كذلك زملائنا من شركة الجزائرية الكهرباء والغاز الذين هم يمدوننا بالطاقة خاصة مادة الغاز الطبيعي التي تصلنا إلى البيوت والمنازل في أبعد نقاط الجزائر رح يكونوا معنا كذلك شركاء في هذا المجال في هذه الحملة وفي هذا الانطلاقة رح يكونوا معنا زملائنا الذين نكونوا لهم كل احترام والتقدير من قطاع شؤون دينيا والأوقاف الذين يخاطبوننا يوم الجمعة بآيات وأحاديث في كيفية حفظ النفس البشرية من الهلك رح يكونوا معنا زملائنا من قطاع التربية والتعليم الذين سيفتحون لنا الأبواب للولوج إلى المؤسسات التربوية والتعليمية لإلقاء ندوات ومحاضرات على مختلف المتمدرسين أو مختلف الأطوار التربوية رح يكونوا معنا كذلك زملائنا في قطاع التكوين المهني والتعليم أو التكوين والتعليم المهنيين من أجل فتح أبواب مراكز ثقافية ومركز تكوين مهني للولوج إلى المتربسين وإعطاءهم جملة من النصائح والإرشادات والتعليمات في كيفية الحفاظ على النفس البشرين من الهلاك والابتعاد على قلت الوقوع في فخ الاختلاق طبعا راح يكون معنا كذلك زملائنا من المؤسسات الأمنية من الأمن الوطني والدرك الوطني الذين سيرافقوننا طيلة هذه الحملة سيكون معنا كذلك جنبا إلى جنب فعالية المجتمع المدني من جمعيات وخاصة الجمعيات التي تهتم بعمل الترصيص والصمكرة الصحية الذين سيكونون في مقدمة هذه الحملة أو في هذه القافلة كلنا منغمسين في رواق واحد من أجل هدف واحد وهو الحفاظ على النفس البشرية والبيئة والممتلكات من الهلاك زميل عبدالجليل ربما تقول لي لماذا أنت تتكلم بهذه السرعة أو تتكلم بهذه الحماسة أو تتكلم بهذا الكم لهائل من المعلومات أقول لك مدري العام للحماية المدنية دارت دراسة تمحيصية الأرقام والإحصائيات المسجلة سنة الماضية وقفنا عندها بكل أقول بكل تذمر وقفنا عندها ومنا من أذرف الدموع بكل حصرة طبعا بكل حصرة وبكل أسف ومن الإطارات التي أذرفت الدموع لما ناقشنا موضوع ضافات عائلية أغلقت بكاملها بسبب أنهم كانوا ضحايا الإختناق بأولوكسيد الكربون ولما مشينا في الدراسة التمحيصية وجدنا من إطارات الدولة الجزائرية يشتغلون في مختلف الوظائف عند الدولة الجزائرية وجدنا من قطاع التربية والتعليم وجدنا من قطاع الصحافة وجدنا من قطاع الأجهزة الأمنية وجدنا من الحماية المدنية وجدنا من كل أسلاك الدولة كانوا ضحايا لاختناق بأولوكسيد الكربون فلذلك نقول من هذا المنبر هذه الظاهرة لا تمس طبقة معينة في المجتمع ممكن في هذه النقطة بالتحديد لو تفضلت الملازم كريم بنفحصي برغم كل هذه الحملات التوعوية والتحسيسية لكن كما قلت الكثير من الطبقات باختلاف المستويات باختلاف المستوى العلمي والمستوى الاجتماعي دائما ما يقعون ضحية لهذا الفخ كما وصفته ما هي الأسباب المباشرة برأيك التي تؤدي دائما إلى تفاقم هذه الظاهرة برغم تكاتف كل الجهود وبرغم الحملات التوعوية والتحسيسية طبعا زماني عبدالجليل بارك الله وفيك على هذا الشرح المفصل اللي من خلاله نجده نقدر نقول الثغرة اللي نمر بها إلى قلب المواطن الكريم لابد على المشاهد الكريم الآن اللي رأى على مائدة فاطور الصباح ولا الأسر الكريمة لازم تفرق بين شيئين مهمين تفرق بين الغاز الطبيعي الغاز اللي يجينا في تيوات باش يجي للفرن و للكويزينية يعني نتكلم بذل لغة باش نستفع ونفرق بين المونوكسيد الكربون أول أكسيد الكربون الغاز اللي يجينا في الآنابيب وكينا شركة جزائرية مسؤولة على التموين انتعنا هذا كراو فيه ريحة بمجرد انك تخلل دارك تكون كينا القفلة هذي تالكويزينيار ماش مغلوقة مليح واللي الفويد دي القاس عكتشم رائحة كاريها مباشرة تقول لي أهل البيت هي ريحة القاس تروحوا تفتحوا النوافذ باش تبدل الريحة وتروحوا تتفقدوا كل حاجة عندها علاقة بالمنبات على القاس قفلة الكويزينيار روبينيش في لغذان لكن الأخطر من هذا اللي لابد المواطن الكريم أنه يعارفوا أول أكسيد الكربون تبع معايا لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له ولا صوت له ولا يربي العين المجرد ولا يصدروا ضجيجا القاتل الصامت هذا القاتل الصامت يقدر الإنسان في غرفة مغلوقة كما نقعدين نويك لقد دار الله عندنا انفويد غاز مونوكسيد كينا آله لكينا حاجة راح يديرنا التسر بتاع مونوكسيد الكربون يقدروا يلقون لقد دار الله متوفين في هذا الوضع لأننا قلنا لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له ولا صوت له ولا يربي العين المجرد وزيد أكثر من هذا الأخطر من هذا له نفس التركيبة الكيميائية مع الأكسجين الخاصية الكيميائية تشبه إلى حد بعيد الأكسجين وزيد يخفيف على الأكسجين بمئات المرات وبالتالي الإنسان لما يكون في فضاء مغلوق منعدين فيه التهوية هذه الخلايا السامة تحطها لخلايا الجسم والدورة الدموية لما تقوم بالفعل الفطري اللي خلقها عليه المولى عز وجل اللي هي فطرة الدوران ترفض الخلايا السامة هذه وتديها مباشرة إلى العقل فهنا الإنسان يبدأ يصدر منه سلوكات غير طبيعية يصبح الإنسان غير ساوي وش معنته يبدأ رأسه يشطرع له وبعد يقول يصدع يزيد رأسه يقول يقول ألم ودوخة ثم بعد ذلك يقول يقول يأكرمك الله الرغبة في القيء يقول يرجع ثم لو قتله تحرك يبدأ يمشي يتأكرمك الله السكير على اليمين وعلى الياساء بمعنى فقاد التركيز في التوازن ثم تولى عنده أمر آخر خطير جدا اللي هو الرغبة في النوم ولي حاوس يرقود هذي كتا يحاوس يرقود مع أن تاريحاوس يدخل في مرحلة وسمى مرحلة لاوعي هنا إذا الحق إلى مرحلة اللوعي خطير جدا بش المصالح المعنية الاستشفائية تركيبري هذا الضحية بمعنى أنه الجسم التاعو تشبع بالقاتل الصامت أو ما يعرفه بالغاز السام هذا غاز سام قاتل سبعة دقائق تكفي الإنسان بشي توفى ومصالح الحماية المدنية وزملانها في قطاع الصحة والسكان من مصالح الصامي وغير ذلك وقفنا على العديد من النماذج الحية اللي لقيننا الناس قاعدين في الآرائي كنت حم توفين هو قاعد في صالو ولا في هول في دارو يتفرج في التلفازة عنده كل الأبواب والنوافذ المغلوقة ما عندهش منافذ تهوية وكان عنده خلل في أداد سخين يتفرجوا في نفس الوقت ويستنشق حتى لقي أحد فيهو في هذه الوضعية وهذه عندنا نماذج كثيرة منها ويقول لك عائلة بأكملها شوف القينة إمام والزوجة تعوه ولاده القينة صحفية وصحفي اللي هم إطارة الدولة الجزائرية والقينة من غير المتعلمين الذين يقطنون على مستوى القرى والمداشر في الأحواش الذين يستعملون ما يعرفوا بالتسخين عن طريق الحطب أو ما يعرفوا بالمرعوب كي الناس يستعملوا وراشات ولا يخدموا في وراشات عساسين ولا غير ذلك يروح يدير الفحم يديروا فيه بيدون ولا هكذا ويسخن عليه ويعتقدوا أنه يستفيدوا من درجة الحرارة التي يطلقها هذا الفحم لكن هو أنساب اللي يكين حاجة وسمها أول أكسيد الكاربون اللي كنا نسميهه بكري ولا يجدودنا يسميهه المرعوب ترك تتنفس فيه بلما تشبج بخبر سبعة دقائق يقاوك جثا هامية فالمديري العام لحماية المدنية بعد الدراسة المحيصية لهذا الموقف وتعليمات سيد المدير العام العاقيد بولا مغلاف أقر على أن تكون الحملة هذه السنة بداية من أكتوبر وأقر أن يكون عمل توعوي تحسيشي مكثث يجوب مختلف ولاية الوطن والقورة والمداشر والمدن خاصة تلك التي استفادت مؤخرا من غاز المدينة بالإضافة إلى تكثيف العمل الإعلامي على مستوى الإذاعة المحلية في كل ولاية الوطن على مستوى القناوات التلفزيونية التلفزيون العمومي والقناوات المعتمدة في الجزائر من خلال الصحافة المكتوبة وما تكتبه على مستوى الجرائد باللغة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي المعتمدة عندنا احنا كالفيسبوك والتويتر والإنستغرام وغير الموقع الإلكتروني وغير ذلك من خلال ندوات الجمعة وكان برنامج اتفاقية بين المديرية العامة الحماية المدنية ووزارة الشؤون دينية والأوقاف لكي يدخل ضباط الحماية المدنية إلى يوم الجمعة إلى المساجد من أجل تنوير الرأي العام على جملة النصائح والإرشادات والتوجيهات التي على الأخر أن تطبيقوها في البيت باش منكون عندنا ضحايا للاختناق ممكن في هذه النقطة بالتحديد لو تفضلت المنازم كريم من فحصي تحدث عن أمر مهم جدا وهي الوفيات والخطورة الكبيرة لهذا القاتل الصامت الآن نتحدث عن الاحتياطات الواجب اتباعها أو تدبير الواجب اتخذها للحيلولة دون الوقوع في هذا الفق خاصة ممكن ما تعلق منها بكواشف غاز أحادي أوكسيد الكربون حسن شراء هذه الأجهزة وأجهزة التدفئة الكثير من الاحتياطات والتدبير الواجب اتباعها من أجل حماية النفس البشري وحماية العائلات من هذا القاتل الصامت أيضا طبعا هذا هو نقطة الاستفهام بالنسبة للمواطن الكريم يقول هذا رجل الحمال المدنيار يقولنا مع عبدالجاليل في برنامجز الصباح خطر اللقاءات الصامت نحن واش نديره ذلك نقول لك واش ندير أول شي نديره هو الآن في الأيام هذه الصحوة الحالة ودافي نروح ونأخذ أدوات تسخين والتدفئة اللي يرى ما عندنا في الدار نديرهم إلى ورشات صيانة اللي عنده فرنه في داره ولا شوف به ولا شوفه رجل شوف فيه بالليموشي يشعل المليح كان يشعل لافلام الألسين تلهب تشعل باللون الأحمر أو البرتقال هذا رجل دليل خطر دليل على وجود خطر نحيه وديه عند ورشة صيانة يقوم لك بعمل صيانتها أو بعمل صيانة ماشي ندير صيانة المختص أصحاب السمكرة الصحية المهتمين بمجال الترصيص والسمكرة الصحية أو الترصيص الصحي هم اللي يقوموا بعمل الصيان نروحون نتفقدوا آنابيب تصريف الدخان نتعنا لي في الدار ممكن في الصيف جاء طيور جاري حابانة الأعشاش على فوهة المخارج واليوم انت لما تروح شعور الفرن ونتاعك في عيوض اللي الغاز المحروق يخرج يتصرف برا يعاود يوليلك إلى الدار وانت راق تفليل وتلقى كل أفراد الأسرة ضحايا المونوكسيد الكرم كذلك أمر مهم آخر هو أننا نترك منافذ التهوية ما نغلقوش كلش كين منافذ التهوية مهما بلغت درجة البرودة نحن ما نشعيشين في ألاسكا ولا في الإسكيمو المناخ في الجزائر معتدل نقدر نزيده كوفيردا في الليل نقدر نزيده كويت بسا ما نغلقوش كلش نخليه النافذة تأصال دوبا مفتوحة ولا تعالى مطبخ لا قدر الله الآلة هذه فسدت ونحن هريك دين أو ما نشحن نعطيه فرصة التي تقررها مصالح صناي القاز هاو صناي القاز كي يجيبش يعطي لك القاز في دار يعطي لك تموين إذا ملقاش منافذ التهوية ويقطع لك الغاز ونحن كثير من المواطنين بعد زيارة مصالح صناي القاز إلى البويوت والمنازين يروح يدير أميناجم يدير عملية صيانة الدورية في داره وينحي هذوك ليسير كيلر هذوك الضائرات اللي تعال البلاستيك اللي فيها مثقب نجي واحدة في الباب الفوق واحدة التحت في الكوزينة إلى غردالي هذي مديورة خصيصا بايش الهوية يتبدل ومنخليه واش فرصة للمونوكسيل الكاربون ولا الغازات المحلوقة تتحجن نفضة بالإضافة إلى الأمر الآخر المهم جدا عند اقتناءنا لأداوات تسخين والتدفئة نروح نشريم الشوروم المخصص لبيع أداوات الكهرومنزلية ما نروح نهار الجمعة نشريم السوق الأسبوعي الأداوات المستعملة مسبقا اللي نسميهه محنا البونوكازيون البونوكازيون أنا عندي فرنو زيادة في الدار نهار الجمعة نحب نبيعه نروح نبيعه وخلاص بصح أنا مانيش مسؤول على سلامته وماشي سلامته وانت اللي جيت شريه انت مكش مختص ما تعرفش باللي الأهلة هذي راهي سليمة ولا راهي فيها عطب إذن الآن لابد أن نتفهم باللي أداوات التسخين والتدفئة لابد أن تخضع إلى صيانة دورية من طرف صحاب السمكارة الصحية وما نروح نشري البونوكازيون نروح نشري مشوروم اللي مخصص يبيع هذا الأداوات التسخين والتدفئة اللي عنده بطاقة ضامان هذه البطاقة الضامان ما عند زملائنا في قطاع التجارة قمع الغشراهم دار وزيارة دورية لهذه المحلات وذاقبوا بهذه الوسائل ما هيش مقلدة وما هيش مغشوشة وآمنة يمكن للمواطن الجزائري أنه يروح يقتنيها ويستعملها في داره بكل آمن أمر آخر أن نستعمل الكواشف التي أقرها السيد رئيس الجمهورية وصبحت توزع مجانا على الأسر والبيوت كائن هذا الديتيكتور تعالي القاس كائن اللي ربما أعطاه له ما زال ما ديروا شي بلاستو ولا ربما راهم طف فيه ما يستعملوش فضروري ومهم جدا أن يكون هذا الكاشف يستعمل يوميا فوريا لحظيا لأنه يصدر ضوء إشارة ضوئية وإشارة صوتية لقد دار الله كائن دير مونوكسيد وكربون في الدار راه يدير عبارة عن جارس ويصدر إشارة ضوئية يكلين يوطي باش تعرف بللي هذا الدار راو فيها كائن مشكلة المونوكسيد الكربون واش نروح ندير نغلق التيار الكهربائي كليا ونغلق المنبع تعلق الغاز وندير منافذ التهوية نفتح التواقي ونروح نجيب المختصين يقوموا بعملية الرقابة وين راو كائن مشكلة على المونوكسيد راو الشوفو راو في الشوفباء راو في كويزينيار راو في البوال اللي نسخنوا عليه لابد من رقابة لحظية زميني عبدالجليل خطر أحد يوكسيد الكربون ما يقول لك شو رد بالك مونوكسيد الكربون أنا نتكلم عن المواطن الكريم بهذه اللغة لأننا نحن وقفنا على عائلات كريم ممكن نتحدث عن هذه النماذج الحية التي وقفتم عليها لما تدخل البيوت والمنازل تلقاهم كيمارا قد وفليل في فريشوم تلقاهم كامل من نوم للنوم وهذه الصور نتحصر عليها نتحدث عن عائلات بأكملها لما نشوف الزوج والزوجة والولاد تخيل معي هذه العائلة كانت عائشة وتأدي في وظيفتها اللي يقر يقر واللي يخدم يخدم واللي يقرأ يقرأ حتى تصبح العائلة هذه يغلق دفترها العائلي وتحول إلى مصلحة حفظ الجثث ثم إلى المقبرة ثم العائلة هذه تغلق هذا الدار هذه تنغلق كامل وين راحوا يقول لك هكذا هم ساكن متو بالقاف فلا نريد أن تكون هذه الصور في شيتاء 2024 تعليمات سيد المدير العام للحماية المدنية تعليمات السلطات العليا في البلاد أن تكاتث جميعا من أجل حماية المواطن من هذه الظاهرة لأنه عندنا أرقام وعندنا إحصائيات سنة الماضية فقط نحن المطلوب من هذا المنبر وشنا نقول الشي اللي نقوله لابد أن نجد له أذان صغير وش نمدونا تعليمات ولا إرشادات زملائنا صحفيين في كل منبر ينقشوا موضوع من المواضيع هذه زملائنا في قطاع التجارة زملائنا في صالح سنة القاف الناس اللي رأي مهتمة في الجانب التقني في الموضوع خطر أول أكسيد الكربون لما يمدوا تعليمات أترجع وأتوسل للمواطن والمواطن الجزائرية في كل أرجل الوطن يطبقوا النصائح والتعليمات اللي رأينا نمدوها لأنه سعادة على المواطن هي راحة جهاز الحماية المدني وكي يتقسلنا واحد من أي نقطة من نقاط الجزائر نحس أننا قصرنا في حقه خاصة خاصة ما يتعلق ب حفظ النفس البشرية من الهلاك وهذا هو الهدف دائما ورجاءنا دائما لاتباع كل هذه الاحتياطات والإجراءات وتدابير أجل حماية النفس البشرية من الهلاك ودائما بالحديث عن جهودكم الكبيرة في حماية النفس البشرية من مختلف الأخطار والكوارث دائما ما نقودنا الحديث إلى إرهاب الطرقات وحوادث المرور والذي لا يزال ضحاياه في ارتفاع مضطرد ومستمر برغم دائما الحملات التوعوية والتحسيسية ما هي مجهوداتكم أيضا في هذه النقطة بالتحديث خاصة مع الدخول الاجتماعي والمدرسي أيضا نعم طبعا جهاز الحماية المدنية حلقة لا يمكن أن تفقد دورها بين مؤسسات الدولة الجزائرية كمؤسسة وقائية نحن الآن نشتغل وفق استراتيجية وطنية للمساهمة في كبح وفرملة حوادث المرور أو أرقام حوادث المرور لا يخفى لك أنه كانت عديد من الحمالات التي أطلقها مختلف مؤسسات الدولة نذكر منها الأمن الوطني كان نطلق حملة وطنية لخطر حوادث مرور ثم بعد ذلك قيادة الدرك الوطني ثم جاءت الحماية المدنية قبل الدخول المدرسي قالت دخول آمن خالي من الحوادث هذه الحملة موزعت على مرحلتين المرحلة الأولى كانت موزعة أو موجهة للمواطن الكريم بصفة عامة والمرحلة الثانية أو المحور الثانية موجهة إلى المتمدرسين والموشات وأولياء الأمور كيف نلقن أبنائنا وبناتنا المتمدرسين كيف نحترم السير والقطع الطريق على الممر كيف نستعمل المدرج كيف نحترم الإشارة الضوئية تعليمات الشرطة ورجل الدرك والدخول والخروج من المداخل الرئيسية لمؤسسة تعليمية طبعا هذه الحملة أبقيت لمدة تقريبا 15 يوم أسبوع قبل انطلاق موزم دراسي وأسبوع الأول للدخول المدرسي طبعا بوجود شركاء وفاعلين من المؤسسة الأمنية والدرك الوطني والأمن الوطني وغيرها من الفاعلين في الميدان لأنه ما يخفى لك لأنه شهر جوان وشهر جويلية وشهر أوت مصالحنا سجلت أزيد من 568 قتيل وإحنا تبقى لنا 48 ساعة على نهاية شهر سبتمبر لأسنة الجارية ورح يطلق رقم آخر لآخر الإحصائيات والأرقام التي سجلت في شهر سبتمبر من ضحايا حاودة مرور سواء بنسبة الوفايات أو بنسبة الجرحة الآن نتكلم على 568 قتيل لراحة ضحية شهر جوان وجويلية أوت 568 قتيل من مختلف الفئات العمرية 568 قتيل من الجنسين من الظكور والإناث 568 قتيل طبعا من مختلف الأعمار 568 قتيل نتكلم عليهم أنهم كانوا موجودين في 31 ماي كانوا على قيد الحياة يوم واحد أجوان إلى غاية 31 أوت صبحنا نسجل هذا الرقم المخيف جدا لما نروح إلى مخلفات الحوادث المرورية نتكلم على شحن خلونا آرامل هذا الناس اللي توفاهوا شحن خلونا ذريري أيتام وإحنا دخلنا قبل أسبوع من الدراسة شحن من أولد مزيتش يقول بابا وميقولش ماما ولا ميقولش بابا وميقولش ماما في اثنين ما عندوش شحن من أولد اللي يفقد الأسرة نتاعه بسبب الحوادث مرورية ولا شحن من أسرة فقدت توليدها في الحوادث مرورية من جراء دراجة نارية ولا بيسيكلات ولا غير ذلك فهذا الشيء الذي يدفع بالمدرية العامة للحماية المدنية أن تنغمسها بكل ما تملكه من قوى في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها السلطات العلية في البلاد للمساهمة في كبح وفرمنة الحوادث المرورية وحن الآن مقبلين على أيام قليلة تفصيلنا عن حملة أخرى لتوعية سواق المركبات بخصوص السياقة في الظروف الشتوية أو الظروف الماطيرة رح نتكلم مع المواطنين من خلال المنابر الإعلامية ومن خلال ما نملكه من كل وسائل التواصل مع المواطن الكريم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على ما هي الإجراءات الوقائية التي لابد أن يتحلى بها الإنسان حتى نتفادى الحوادث المرورية في ظل الظروف المناخية الاستثنائية سواء كانت الزخة الأولى من المطر أو تفقد النفس الموجودة في العجلات في فصل الشتامشية في فصل الصيف نتكلم على جودة المكابح نتكلم على جودة الإنارة نتكلم على مسيحة الزجاج ونتكلم على الصيانة الدورية للمركبات كلها جملة من الترتيبات وضعتها المديرية العامة للحماية المدنية كحملة ستباشرها بعد الحملة الوطنية للقاتل الصامت رح نرافق بها المواطنين إن شاء الله رفقة زملائنا في مختلف مؤسسات هناك تنسيق بينكم بين مختلف الفاعلين في هذا المجال نتحدث عن السلطات الوطنية الدرك الوطنية منظمات المجتمع المدني هذا الأمر يتطلب تكاتف جهود الجميع أيضا لكل بنغمش في هذا زميل عبدالجليل حتى تريفزو العمومي وحتى الوسائل الإعلام والصحفيين كل الناس اللي تشتغل في مجال التوعية والتحسيس الآن هم في ورشة كبيرة للمساهمة في كبحي وفرما نتليل أرقام والإحصائيات لأنه زميل عبدالجليل لن نتكلم عن موضوع حوادث مرور باش نديروا الباساج نتعنا في التليفيزيون نروحه نحن نتكلم على تحطيق الهدف نتكلم على الأثر الإيجابي الذي يأتي بعد هذا المرور أو بعد هذا الاستضافة نريد أن نغرس سلوك وقائي عند أطياف المجتمع المدني لا نريد من الجزائر أن تحتل المراتب الأولى في ترتيب الهيئة الأممية لضحايا حوادث مرور في سنة 2024 رأنا حابين يكون عندنا جيل يتمتع بثقافة مرورية يتمتع بتربية مرورية من خلال ما أدرجه في المناهج التربوية والمناهج تعليمية في كيفية الحفاظ على النفس البشرية من الهلاك خاصة في موضوع حوادث مرور فالكل الآن رحوا في هذا الورشة الوطنية التي أعدتها سلوك العليا في البلاد من أجل الخروج باستراتيجية إن شاء الله تبدأ أربما في أرض الواقع في سنة 2025 والكل يشارك فيها من كل من مقعده أو من منصبه أو من وظيفته حتى نقول أنه الجزائر بعد أبناء الجزائر وبنات الجزائر عن كل المخاطر التي قد تهدد حياته ممكن في هذه النقطة بالتحديد نتحدث أيضا عن أهمية العمل الجواري وليكون فيه تواصل مباشر سواء مع المواطنين أو مع السائقين والهدف دائما هو التعزيز وترسيخ ثقافة مرورية سليمة عند السائقين وأيضا عند المواطنين أيضا كيف تعملون على تحقيق هذا الهدف؟ طبعا العمل الجواري هو من أفقيات الإعلام والاتصال في الحماية المدنية عندنا الشق يتعلق بالعمل الجواري هو من توقفوش عليه 24 ساعة 24 ساعة القطاع الذي يشتغل 24 ساعة 24 ساعة سبعية مرأة سبعية مرأة سبعية ما طيل الثلاثين شهر احنا ما نقولوش عندنا اليوم الجمعة والسفة من خدموش ولا عندنا الجمعة والسفة الإدارة ما تخدموش احنا برنامجنا متواصل مع المواطن الكريم لأنه والهدف انتعنا أننا نحافظ عن نفس البشرية نحافظ عليها ماشي غيره صلاة الأكسيدو ماشي نروحون ننترفيوني اليوم السياسة الجديدة التي انتهجتها المدرية العامة الحماية المدنية هو العمل الاستباقي غرس السلوك الوقائي غرس السلوك الإيجابي عند المواطن الكريم بطريقة ولا بأخرى وهذا هو الهدف دائما هو حث المواطنين على اتباع قواعد السياقة السليمة واحترام قوانين المرور والهدف كما تفضلت هو حفظ النفس البشرية من الهلاكة الملازم كريم بنفحص المكلب بالإعلام والاتصال على مستوى المدرية العامة للحماية المدنية شكرا جزيلا لك على كلياتي التفاصيل وعلى المجهودات التي تقومون بها مشاهدية الأفاضي المستمرون معكم دائما ضمن هذا البث المباشر من فقرات برنامج هذا الصباح أتوجه وإياكم الآن إلى السوديو الأخبار مع موجز لأهم الأنباء في تقديمه رشيد سواكري صباح الخير رشيد صباح الخير عبدالجلي شكرا لك مشاهدين الكرام وعيدنا إخباري بعد قليل في المسهل وبأمر من سيد رئيسي الجمهوري انطلقت أمس لجنة طبية متكونة من طاقم طبي مؤهل كما تم إرسال طائرات محملة بكمية كبيرة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا ووسائل الحماية اللازمة إلى كل من تامن راست برج بجي مختار وإنجزام للوقوف على الوضعية السائدة وتوفير حسة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا على أن ترسل شحنة ثانية غدا الأحد إلى ولاية برج بجي مختار لتذكير فإن هذه المنتجات يتم توزيعها على مدار السنة في إطار تزويد المؤسسات الصحية وأن ما يتم نقله خلال هذه المهمات ما هو إلا مكملات إضافية هذا وتطمئن وزارة وصحة جميع الحالات التي يتم تكفل بها وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها وأنه يتم ضمان متابعة يومية للوضعية الوبائية على المستوى المركزي والمحلي بطلب من الجزائر عقد أمس مجلس الأمن بنيويورك اجتماع رفع المستوى لمناقشة تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط وهذا على همش النقاش العام لدورة تاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الاجتماع الذي عرف مشاركة أعضاء مجلس الأمن دائمين وغير دائمين القى خلاله وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف كلمة همة أكد فيها مسؤولية مجلس الأمن الدولي تجاه ما تشهده منطقة غزة من إبادة جماعية متواصلة منذ عام وتجاه ما تشهده منطقة الشرق الأوسط راهنا من تصعيد صهيوني خطير ينبر بنشوب حرب إقليمية شاملة قد تعصف باستقرار وأمن المنطقة إنها مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية لمجلسنا أمام هول الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وبقية شعوب ودول المنطقة وإنها أيضاً مسؤولية راصخة لمجلسنا لا تقبل التبرير لعدم الالتزام بها تحت أي ضرف من الظروف ولا تقبل التملص منها تحت أي ذريعة من الذرائع وإنها أخيراً مسؤولية ثابتة لمجلسنا لا تتقادم ولا تسقط في ظل العجز الذي أصاب الهيئة المركزية هذه وشلة من قدراتها على الاهتداء إلى سبل إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة يتوصل العدوان صهيوني على قطع غزة والذي يدخل يومه الثامن والخمسين بعد الثلاثمائة بالتزامن مع ذكرى الرابعة والعشرين للانتفاضات الثانية للأقصى التي ارتقى خلالها ما يقارب الأربعة ألاف وخمسمائة شهيد وأكثر من خمسين ألف مصاب هذا وقد استشهد أربعة فلسطينيين فجر اليوم في قصف الاحتلال مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع بالتزامن مع نصف مباني سكنية في مدينة غزة كما شنت طائرة الاحتلال غارة على حي الزيتون وقصفت مدفعيته المناطق الجنوبية لحي صبرة وكان قد ارتقى أربعة شهداء في وقت سابق خلال استهداف الاحتلال منزلا في مدينة رفح في لبنان وصل الطيران الحربي صهيوني فجر اليوم شنه لغارات جوية جديدة عنيفة على قرى وبلدات متفرقة في قضاء بعلبك بالبقاع والجنوب اللبناني كما غارت طائرة الحربية على أطراف السرفاند وعلى مبنى سكني في كفر حتى ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحة في بلدات الطيبة دير سريان هذا وتمكن أمس الكيان الصهيوني من ضرب عدة مواقع بضحية بيروت الجنوبية استهدفت ستة بنايات سكنية مخلفا استشهادت ستة أشخاص وإصابة واحد وتسعين آخرين حسب حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية وكان الاحتلال الصهيوني قد استهدف من قبل عدة منازل بقرى وبلدات لبنانية في بعلبك الهرمل والنبطية والبقاع وجبل لبنان ما أسفر عن سقوط أكثر من اثنين وتسعين شهيدا ومائة وثلاثة وخمسين مصابا في أخبار الرياضة تتواصل اليوم براية الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم ويكون جدول هذه المقابلات على الشكل التالي هذا ولنفسي الجولة جرت أمس خمس لقاءات تتقدمها القمة التي جمعت بين شبيبة القبائل وأولمبيك أقبو بملعبة تحفى حسين أي تحمد وعرف الدربي تفوق شبيبة القبائل على أولمبيك أقبو بهدفين لهدف تاريخية فارقة في تاريخ النادي يدير مقدمه كورالي كوسيلة بواليا الفحف عدو الرؤوس سلام بيك أقبو في هذه اللحظات لتعديل النتيجة الرقل جي أسكا في الاختراق بينما هذه الفرصة للعزر حزر الحمر الحمر هذا وانتهت مباراة ملودية الجزائر ومضيفه أثلي تيكس بارادو بهدف لمثله فيما فزت حد بسكرا خارج الديار على ملودية البيض بهدف السف وخيمت عادلة سلبية على لقاء شباب بلوزداد ووفق سطيف وهي نفسها النتيجة التي انتهى بها لقاء جمعية شلف ضد شباب قصنطين وبأخبار كرة القدم نختم هذا الموعد الإخباري العودة لك عبدالجلي شكرا جزيلا لك رشيد على كل آتي الأخبار والتفاصيل الوطنية الدولية والرياضية التي وفيتنا بها عدنا إليكم إذن مجددا مشاهدين الكرام ضمن هذا البث المباشر من فقرات برنامج هذا الصباح ودائما ومواصلة للجهود الكبيرة في توعية المواطنين بخطر القاتل الصامت أو غاز أحادي أكسيد الكربون في هذه الفقرة سنرصد جهود الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مرافقة جهود جهاز الحماية المدنية والسلطات المعنية من خلال الحملات التوعوية والتحسيسية لرفع وعي المواطنين وزيادة حسهم بالمسؤولية لاتباع كافة الإجراءات وتدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة حماية لأنفسهم وعائلتهم من خطر غاز أحادي أكسيد الكربون وللتفصيل أكثر في هذا الموضوع أتشرف بحضور سيد فادي تميم هو المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه صباح الخير سيدي مرحبا بك معنا صباح النور شكرا على الاستضافة شكرا جزيلا لك إذن القاتل الصامت أو غاز أحادي أكسيد الكربون جهود حفيثة مبذولة على كافة المستويات ومن كافة السلطات المدينة السلطات الوطنية من الجهاز الحماية المدنية أيضا أنتم كمنظمات المجتمع المدني وكجمعيات لحماية المستهلك كيف تعملون على مرافقة هذه الجهود من خلال الحملات التوعوية والتحسيسية أكيد يعني قاتل الصامت للأسف كل عام نسجل أرقام يعني تجعلنا نتساءل أين هو المشكل لأن الأرقام مقارنة بالجهود المبذولة سواء توعوية وتحسيسية سواء جهود السلطات العمومية في مرافقة وآخرها يعني إقرار السيد الرئيس الجمهورية يعني أعطاؤه أمر لصاحب الامتياج شركة توزيع الكهرباء والغاز بتزويد كل المسكن بجهاز ليكاشف أحادي أكسيد الكربون لكن تبقى الأرقام تبقى الضحايا للأسف الشديد تبقى عائلات بأكملها تباد نتيجة هذا الغاز الصامت أو ما يسمى بأحادي أكسيد الكربون وكانوا أجدادنا يسميوها المرعوب لأنه لا يرحم خلال يعني تصور معي أنه خلال حداش ثانية ارتفاع نسبة أحادي أكسيد الكربون في الجو أكثر من اللازم خلال حداش ثانية يقضي على إنسان راشد عائلات عرسان يعني خليني نذكر هذه الحادثة ممكن المشاهد الكريم يعيد التفكير زوجين في ليلة العرس تحهم قضى عليهم ماتوا وربي يرحمهم كثير من الأمور اللي تخلينا دائما نحاولوا أنه نجدوا ما هي أسباب برأيك برغم هذه الحملات التوعوية والتحسيسية إلا أن ضحايا دائما في ازدياد مضطرط برغم كل هذه الجهود المبدولة ما هو أو ما هي الأسباب الرئيسية برأيك شوف يعني خلينا نكون صراحة أكيد وقولوا هي استهانة للمستهلك هي استهانة نوع من المبادة استهانة كبيرة صدقني أثناء النشاطات تعلن نخرجوا مع الحماية المدنية مصالح الأمنية ويعني جمعية وطنية للرصاصين ونديروا زيارات ميدانية للمنازل صور اللي توصلنا غريبة يعني شكل وطريقة تركيب المدافق غريب جدا يعني كأنه الإنسان يبحث عن الإشكالية يبحث أنه يسرال وتسرب غاز أحادي أكسيد الكربون ويختنق هو وعائلته هذه الأمور كلها بسيطة ومن المفروض الإنسان يكون هذا المشكل لازم يحس به أنه مشكل كبير ماهوش مشكل بسيط غاز أحادي أكسيد الكربون قتلك في حداشة ثانية يقتل إنسان راشد معناها ممكن أنه يبيد يعني عائلة بأكملها في دقائق لذلك للأسف المستهلك الجزائري لما يشوف حصص مثل هذه الحصة لما يشوف نتائج يعني أخبار عن وفاة عائلات يتعامل معها أنه خبر عادي ممكن يحدث لأي شخص آخر لكن هو مستحيل يحدث له ونزيد نكرر ونزيد نكرر ما ذكره الزميل في الحماية المدنية لا أحد مستثنى من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون سواء ساكن في شقة صغيرة سواء ساكن في فيلا ممكن تكون خطأ بسيط جدا يؤدي لاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون ممكن كما ذكر الملازم كريم بن فحصي ممكن خطورة غاز أحادي أكسيد الكربون تكمل في أنه لا لون له ولا رائحة ولا طعم كما أن ضرره قاتل قاتل يعني أولا الآن نحن في بداية موسم البرودة وموسم تساقطات الأمطار على المستهلك أول حاجة قبل أن الروح نركب مباشرة نشعل المدفأة تعي لازم نراقب بعض الأمور أول شي نراقبها هي المداخن تسريب أو إخراج الغازات المحترقة في العمارات الروح في حملات تحسيسية نطلون أنه خلال فصل الصيف يتم غلقها من طرف الطيور لما تكون المنافذ تسريب أو إخراج الغازات المحترقة مسدودة المدفأة تخرج الغازات تسعد لا تجد أين تخرج تعود إلى المنزل وتتسرب إلى المنزل هذه سهلة أمور بسيطة المراقبة مراقبة الجهاز تاعي الجهاز بعد إطفائه خلال فصل الصياف كامل تقريبا أربعة أو خمس أشهر بعد ما نجيش مباشرة نفتحه ثالث حاجة لما نجي نتعامل مع أجهزة التدفئة ما هوش حاجة لأي إنسان يقدر يتعامل معها لازم نجي برصص محترف لأنه المقابل المالي صحيح بعض العائلات لما نتواصلوا معنا ولا يحكيوا معنا يقول لك يطلبوا مني ثلثالاف دينار ولا ألفين دينار يا سيدي الألفين ولا ثلثالاف دينار هذه في مقابلها في الكفة الأخرى في الميزان حياتك وحيات أولادك هنا ما نتلعبوش في هذا الأمر مناش مختصين الزجاج اللي موجود في المدفئة لما يكسر الزجاج هذا ليس للزينة أنه حاطه فقط لما يكسر يجب غلقه وتغييره لأنه لما يكون مفتوح هذا الزجاج يلازم يخرج الغازات المحترقة خارج الجهاز يعني في الغرفة وفي المكان لما نشوف أنه شعلت النار في المدفئة تاعي ما هي الزرقاء كاملة معناها هذا الجهاز تاعي فيه إشكالية وما هوش قاعد يحرق مية بالمية لأنه لو تعلم أنه سبب غاز أحادي أكسيد الكربون ما هو الاحتراق هو الاحتراق الغير تام لأنه لما يكون احتراق تام يخرج غاز أحادي ثاني أكسيد الكربون لما يكون الاحتراق غير تام يعني إشكالية في الجهاز ولا مشكلة في التهوية في الأكسيجين ما يحترقش احتراق كامل يخرج غاز أحادي أكسيد الكربون ونقوله تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون وليس اختناق لماذا؟ لأنه غاز أحادي أكسيد الكربون وش يدير؟ يركب في الكوريات الدم الحمراء بدل الأكسيجين يعوض الأكسيجين ويركب في الأكسيجين الإنسان يتنفس لكن الأكسيجين ما هوش قد يوصل للجسم تاعه خلال 11 ثانية يموت حل الاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون بسيط جدا بسيط جدا لكن لمن يعلم ومن يريد أن يتفادى هذا الاختناق التهوية فقط لما نخلي منافذ في البيت تاعي لدخول الأكسيجين ولا لدخول الهواء معناها أنا أقلل يعني مشكلة الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون لما أقوم ثاني يوم سيدة المنزل تقوم بتهوية كل المنزل أولا صحيا التهوية واجبة لأنه بعد النوم وبعد يعني إغلاق وما إلى ذلك التهوية صحية ثاني حاجة التهوية واش تدر لي تخرج لي غاز أحادي أكسيد الكربون وندخل الأكسيجين للغرف تاعي وللمنزل تاعي هذه التصرفات البسيطة لازم المستهلك يعلم أنه ما كانش واحد فينا راهه ما بعيد على الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون عليه أنه يتعامل كأنه موجود معه وعيش معه نزيدك نقطة مهمة الآن بعد تركيب كواشف أحادي أكسيد الكربون في المنازل لما بعض المستهلكين يتواصلوا معنا كمنظمة يقولوا قلقني كي صوني يقولوا ياسي محمد مدموي صوني معناها كين عندك مشكل ازرب تواصل مع رصاص تواصل مع حماية المدنية عندك غاز أحادي أكسيد الكربون راهه يطلع لمستويات أكثر من المسموح بها أو مليح كي صوني لك في الدار كي يدير جهاز الإنذار لأنه كواشف أحادي أكسيد الكربون عندها زوج إنذارات إنذار ضوئي وإنذار صوتي تصور أنه الناس تنزعج من الإنذار الصوتي بينما هذا الإنذار الصوتي ينبهك أنه مستويات غاز أحادي أكسيد الكربون في الجو عندك في المنزل غير سوية عليك التعامل معها ممكن في هذه النقطة بالتحديد سيد فادي تميم تقودون إلى الضرورة وأهمية تعزيز وتفعيل الحملات التوعوية وتحسيسية خاصة ما تعلق منها بالعمل الجواري والتواصل مباشرة مع المواطنين من أجل رفع وعيهم وزيادة حسهم بالمسؤولية في هذه الأمور بالتحديد شوف نحن كمنظمة جزائرية لحماية أرشاد المستهلك ومحيطة الحملة الوطنية للتسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون بدناها في 2018 وكل عام نزيده صحيح أنه تشرف عليها مصالح الحماية المدنية لأنها هي الأكثر خبرة فينا والأكثر تنظيما ونشكرهم على المجهودات اللي قموا فيها موش غير في اختناقات في غاز أحادي أكسيد الكربون حاوث طرقات الغرق في فصل الصيف يعني نحاول نعاون قدر الإمكان حلوش نديرو نديرو حملات تحسيسية في الفضاءات التجارية مستهلك هل يعني تعرف الخطر هل صرعة حادثة ما إلى ذلك رحوا للمركز تكوين المهني والمدارس دروس نموذجية للأطفال الصغر لأن الطفل لما يتعلم معلومة جديدة هذه المعلومة يفرح بها وأكيد نديروها بطريقة بسيطة بطريقات مباشرة بها توصل له المعلومة هو يصبح سافير من المدرسة تعه للعائلة يروح للدار يحكي لهم وشي هو ينبههم الأمور أيضا نقوم بزيارات ميدانية مع الحماية المدنية مع مصالح الأمنية مع الجمعية الوطنية للرصاصين أو الرصاصين المحترفين وندخلوا للمنازل ونشوفوا التحفظات اللي قدموها جمعية الرصاصين وتحفظات اللي قدموها الحماية المدنية شوفنا في هذه الحمالات ناس تدير سخان الماء في الحمام لما تديروا في الحمام وانت قعد يعني تدير الاستحمام بتاعك وتستعمل المياه الساخنة هو رح يشعل رح يكون احتراق أثناء وجودك في نفس الغرفة أنت قعد تتحمم وهو يحرق والغرفة صغيرة رح يستهلك الأكسيجين رح يخرج لك غاز أحادي أكسيد البقر يكفي أنك يغمى عليك ولا ينتبه إليك شخص لذلك هذه الأمور تحلمنا منها أولا نحن ثقفنا في المجال هذا في إطار عملنا الميداني أيضا بعض الأفكار كل عام جينا في فكرة نعطيك أنا في كراسرات في مكتب ويلائي مكتب ويلائي بليدة ندرنا حملة تحسيسية ودينا معنا لجوان لجوان هذك اللي يتحط في القنوات صغير ثمانو صغير خمسة دنانير لما نتلقاه عائلة نطلبه منه آخر مرة غيرت في هذا جوان لأنه جوان عنده مدة صلاحية بعد مدة هو يكون طري ومرن يتآكل ييبس يعني المادة اللي فيه ييبس يصبح يخلي تسرب غاز آخر هو غاز المدينة نسأله آخر مرة بل كثير من الأشخاص بالنسبة لهم أنه ما يتغير شخص مرة في الحياة هاي أخي من عنا روح وشوف رصاص وركبه جديد لأنه على قد ما تفوت السنوات ممكن تقع في خطر وتسربات لأنه كين تسرب غاز أحادي وكسيد الكربون وكين تسرب غاز المدينة قد يؤدي إلى الانفجار كيف تقيمون استجابة المواطنين وكيف تقيمون أيضا درجة وعيهم في هذه النقطة بالتحديد نحكيه بصراحة بصراحة بالنسبة لردة فعل المستهلك الراشد ضعيفة جدا يعني إذا خليني نكون متفائل نوعا ما نقول لك 30-35% لأنه كما نرجع لك نفس الكلمة التي قلتها في بداية الحصة أن المستهلك الجزائري يعتقد أنه ما يحدث للناس وبمن أعانه وبمن أعانه هذه هي الكارثة وكلنا معنيين بهذا الأمر لذلك رحنا لما يسمى بالمستهلك الصغير الآن إحنا نعمل على برنامج سنوي في المدارس ومراكز التكوين المهني موج غير في غاز وحادي وكسيل كربون في كثير تسمومات الغذائية ما إلى ذلك يعني كل مرة درس خلال الموسم اللي يكون هذا الدرس الظاهرة معنية بذلك الموسم لأنه ترسيخ ثقافة استهلاكية وحس استهلاكي وحس حذر بالنسبة للمستهلك الصغير رح يكبار به كي يكبار به تهنينا لأنه جيل هذا بعد 20 سنة بعد 15 سنة سيصبح أب وأم وهو ما يغرسوا هذه الثقافة في ولدهم لذلك يعني ونشكره حتى الإعلام اللي خلال موسم موسم يعني اختناقات بغاز وحادي أكسيد الكربون يكثف من الحصص لكن على المستهلك الراشد أنه يعلم أنه هو المسؤول عن سلامة وأمن كل الأسرة ما هيش الأم اللي تطلب من رب البيت أنه يغلق لها جميع منف التهوية على أساس أنه تبرد هذه كارثة من المفروض زمان يعني في المنازل تجد في الأبواب والنوافذ ثقب هذا الثقب ليس اعتباطا هذا الثقب يجعله تسرب يعني حركية للهواء داخل الغرف بين المطبخ بين الغرف ما إلى ذلك للأسف كثير من العائلات حتى الآن موجود هذا حتى كثير من الأمهات تقول لك خلقوا لي ما يدخل ليش القرلو يعني هاو الأمور الأخطاء البسيطة لنوقع فيها لكوارث كبيرة ممكن دائما إضافة إلى العمل الجواري ما هي الأساليب الأخرى التي تستخدمونها في التواصل مع المواطنين خاصة ممكن ما تعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة كما تحدث ما تعلق بالمدارس بالجامعات وسائل الإعلام كيف تعملون على الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتفادي خطر هذا القاتل الصامت أكيد المنظمة الجزائرية لحماية وأرشاد المستهلك ومحيطة يعني منتشرة في الوسائل التواصل الاجتماعي يعني بكل أنواعها وصفحتنا تعتبر من بين أكبر الصفحات على المستوى الوطني في إطار الحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الرسائل اللي نوصلها الآن نبدأ في رسائل التحضيرات لتشغيل المدافع وما إلى ذلك بعدها ندخل في كل من يخرجوا الفرق تعوعنا ولا المكاتب الولائية تعنا ويشوفوا ظواهر الظاهرة هذه نحطها كصورة من أجل يعني تثقيث الآخرين بهالناس تشوف أنه كين إشكالية وكين مشكل لكثير من الناس أنه هذه ظاهرة بسيطة لكن هذه الظاهرة مهيش ممكن تؤدي إلى خطر نعطيكنا الظاهرة المنتشرة الآن من أجل الجمالية القضيب إخراج الغازات المحترقة اللي لازم يكون غالفانيزي ولازم يكون صلب من أجل الجمالية بعض الأشخاص يستعملوا القضيب الأوكورديون وهذا كطاري وما هوش خاص بالغازات الساخنة ممكن في هذه النقطة بالتحديد وكسؤال أخير لو تفضلت سيد فادي تميم نتحدث عن جهودكم في مرافقة جهود السلطات أيضا في تركيب كواشف غاز أحد أكسيد الكربون أيضا في جهود وزارة التجارة في اختيار هذه الأجهزة أو أجهزة التدفئة التي تراعي معايير السلامة المعتمدة من أجل حماية العائلات من هذا الخطر القاتل شوف نقول لك ببساطة 2017 2018 طالبنا احنا اللي طالبنا بوضع الكواشف وكل الفكرة تعنا أنه رسلنا سلطة الضبط الكهرباء والغاز أنه توضع الكواشف ويقصد ثمنها على الفواتير على مدة عامين جاء رئيس الجمهورية هو مشكور منحها مجانا للنوار هذا من بين الأمور التي تقدمها السلطات العمومية احنا كنا قوة الاقتراح لكن ما قدمته السلطات العمومية أكثر من قوة الاقتراح التي قدمناها أيضا نشكر وزارة التجارة العام الماضي قامت باختبارات نوعية لكثير من العالمات الكواشف وكثير من سحبتها من السوق أيضا بالنسبة للسخانات الموجودة في السوق درت كثير من الاختبارات من أجل سلامتها لأنه لازم نعرف المصدر المشكل منين الحمد لله المراقبة الآن موجودة نصيحها فقط للمستهلك لما يروح يشتري قطعة لجهاز تدفئة يروح يشتري قطعة أصلية ما يقول لش رخيسة ولا ما عندهاش تسمية ولا ما عندهاش اسم ويأخذها بأقل ثمن لأن هذه القطعة إذا أخذت وهي مقلدة ووضعت في الجهاز أصبح الجهاز كل فيه مشكل أيضا ما يروح يشتري القطعة المستعملة لأنها خطر ما نعرف هاش سليمة على العموم الآن نحس أنه ينتوجه يعني كل مرة نضيفه إضافات من أجل سلامة المواطن دور المستهلك ودور المواطن الآن أنه هو يحافظ على سلامته وسلامت عائلته عن طريق الحذر من هذا أغازي أحادي أكسيد الكربون إذن الكرة الآن في ملعب المواطنين وفي ملعب المستهلكين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والاحتياطات خصوصا اللازمة لحماية عائلتهم وحماية أنفسهم من خطر القاتل الصامت السيد فادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المجهودات التي تقومون بها أيضا في مرافقة جهود السلطات في حماية المواطنين من خطر القاتل الصامت أو غاز أحادي أكسيد الكربون شكرا لكم شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام لازلنا مستمرين معكم ضمن هذا البث المباشر من فقرات برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل مع إشراقة كل صب وأحداث قد تتغير في مجتمع تتنوع فيه الأفكار وتتسع لديه الآفاء أيضا لتفصيل أكثر في هذه المحاور أتشرف بحضور ضيفية الكريمين الدكتور حمدي معمر وهو عضو لجنة الإشراف الشرعي في التأمين التكافلي مختص في الصناعة المالية الإسلامية بجامعة شليف صباح الخير دكتور مرحبا بك معنا صباح الخير السلام عليكم وحيكم وحيي جميع مشاهدين تلفزيون الجزائري شكرا جزيلا لك أتشرف أيضا بحضور السيد سفيان مزاري ورئيس قسم المالية الإسلامية بالقارضة الشعبي الجزائري صباح الخير سيدي مرحبا بك معنا صباح النور أهلا وسهلا شكرا لنا الدو شكرا جزيلا لك إذن أبدأ معك الدكتور حمدي معمر نتحدث بداية عن الصيرافة الإسلامية ممكن عن الفرق بينها وبين الصياغ التمويلية الأخرى وعن أهميتها أيضا إذن أي اقتصاد وطني يحتاج إلى التمويل وإذا التمويل يكون عن طريق البنوك أو شركة التأمين أو الأسواق المالية ونعرف أن في المالية التقليدية تتعامل وفق مبادئ معروفة في الدين الإسلامي وفق مبادئ غير شرعية وتتمثل في تعاملها بالربا والغارة إلى غير ذلك والتالي الشرع الإسلامية جاءت لتحرم الربا والغارة إلى غير ذلك في هذه المعاملات وجاء بأمور أخرى تتمثل في المالية الإسلامية التي تتكيف مع مبادئ وقواعد الشرعية في الإسلام وبالتالي نظرا لثقافة المجتمع الجزائري أنه يتميز بهذه الخاصية خاصة الثقافة الإسلامية أنه لابد من هذه الصيغة التمويل الإسلامي حتى تلبي احتياجاته ممكن ما هي المبادئ التي تقوم عليها هذه الصيغة أيضا نتكلم على هذه الصيغة نتكلم على أنها تحتمل أنها لا تريد المالات الأخرى كالقمار أو أمور أخرى نتكلم على أهم نبادئ كذلك في مجال المعاملات التجارية نتكلم عن محاربة الغيش ومحاربة الاحتكار ومحاربة المضاربة إلى أمور أخرى البتالي الصيغة التمويل الإسلامي هي صيغة أنفع وبالتالي جميع الدول العالم خاصة بعد الأزمة المالية للسنة 2008 لجاءت إلى الصيغة التمويل الإسلامي لماذا أن الأزمة المالية ضربت النظام الرأس مالي خاصة في المجال المالية التقليدية ولم تضرب المالية الإسلامية نجد مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول الأوروبا الغربية كفرنسا أو بريطانيا لجأت إلى مسمى بالسقوك الإسلامية أو شبابيك المالية الإسلامية وبالتالي انتشرت بعد هذه الأزمة المالية أزمة سنة 2008 انتشرت بكثير في أرجاء العالم حتى وصلت تقريب رقم كبير جدا في السنوات الأخيرة إلى 4.5 تليليون دولار على المستوى العالمي بنسبة نمو بـ 16% وبالتالي الجزائر رأت أنها آلية من آليات لتعبئة هذه الموارد الاقتصادية نجد أن الموارد هناك تسمى بموارد غير موجودة في السوق السوداء وبالتالي الجزائر أراد أن تستقطب هذه الموارد عن طريق هذه السيغة السيغة التمويل الإسلامي ممكن ما هي المبادئ التي تقوم عليها أو ما هي السيغة التي تقدمها؟ هناك العديد السيغة تتكلم عليها المرسوم الصادع عن البنك الجزائر 2020 تتكلم عليها أهم السيغة هي سيغة الإيجارة المضاربة عقد السلام عقد الاستصناع المزارع وعقود التي تتم وفق مبادئة يسمى بالمربحة أكيد ممكن السيد سفيان مزاري رئيس قسم المالية الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري دائما بالحديث عن الصيرفة أو عن مالية الإسلامية نتحدث عن مختلف المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل القرض الشعبي الجزائري نذكر في إطار هذه السياسة المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية لتشجيع تنويع آليات تمويل الاقتصاد الوطني وكذلك لتعزيز الشمول المالي في المنظومة الاقتصادية والمالية الجزائرية تم طلق مبادرات في أواخر 2020-2021 لبعض البنوك العمومية حتى بعض البنوك الخاصة وحتى بعض الشركات التأمين طلقت ما يسمى بنوافذ إسلامية وهي أقسام لتنتميل هذه البنوك والتي تقترح منتوجات تمويلية أو حتى منتوجات لتعبية الإذخار لمطابقة للشريعة الإسلامية وهذا مؤثر من طرف نظام لتفضل الدكتور يعني ذكر بـ 20-02 لصدراته صالحة بلق الجزائر وكذلك بعض النصوص بما فيه فتاوي للمجلس الإسلامي الأعلى وحتى بعض النصوص القانونية التي وردت في قوانين مالية للسنوات الماضية وبعض حتى المقرارات وما يشبه ذلك هذا يعني الإطار القانوني والإطار وبعد ذلك قلت لك بعض البنوك انتهجت هذه السياسات لطرح نوافذ عبر شبابيكتها والتي تقترح منتوجات مطابقة للشريعة الإسلامية للمواطن الجزائري ومتعامل الاقتصادي الجزائري حاليا عندنا 12 مؤسسة بنكية لتقترح هذا النوع من الصيرفة فيها بنكين إسلاميين يعني كاملين وعشر بنوك منها ست بنوك عمومية وربعة خاصة لعندها نوافذة إسلامية وفي إلى يومنا هذا يعني كلما نشوفوا تقرير بنك الجزائر اللي صدر عنده شهرين وثلاثة اللي يتكلم على إحصائيات 31 ديسمبر 2023 شوفوا باللي المداخرات يعني راي تقريبا 600 في ديسمبر 2032 كانت بلغت 650 مليار دينار جزائري يعني لهذه الصناعة هذه البنكية ما تكلموش على تأميناتهم وبالنسبة النمو يعني جد معتبرة نسبة النمو على ما نظن 24 و 25 بالمئة يعني هذا ما يدل على أنه يعني نسبة معتبرة نسبة معتبرة يعني كل أربع سنوات راح لما بلغت الضعف ولما نقارنوها بنسبة النمو على المستوى العالمي اللي راي تتراوحها ب 16 و 17 بالمئة لهذه الصناعة هذه شوفوا بلي نسبة النمو في الجزائر راي كبيرة عليها يعني فيه سرعة النمو تحدد منظومة المالية المطابقة للشارع الإسلامية في الجزائر أكثر مما فيه يعني المعدل العالمي ما هي ممكن العوامل التي ساهمت في هذه الدرجة المعتبرة من النمو وقيمة المدخرات التي بلغت ملايير دينار جزائري هي في أول أمر لازم نذكره أنه فيه طلب يعني ملح في السوق منذ يعني سنوات للمواطنين الجزائريين وبعض المتعامل اقتصاديين يطلبوا أنه يكونوا منتوجات مالية للطابق مع شارع الإسلامية وكبديل يعني للمنتوجات الكلاسيكية اللي متوفرها يعني في المؤسسات المالية هذا يعني نقطة الانطلاق هي طلب من السوق وبعدين كان حكومة الجزائرية منذ يعني الفين وعشرين وانتهجت سياسة لتشجع تنويع يعني الصاحة المالية تنويع آليات تمويل وما يشبه ذلك وبالتالي بعض البنوك خاصة سواء خاصة وعامة انتهجت سياسات يعني أو استراتيجيات لاقتراح هذا النوع من المنتوجات وبالتالي مقابل هذا الطلب اللي راهوا في السوق وهذا الطلب في السوق لما نشوفوا بعض الدراسات يتكلموا على خمسين بالمئة من الجزائريين اللي يطلبوا هذا النوع من الصيرفة وبعض دراسات أخرى تعطي نسب أكبر من هذا الشيء هذا وبالتالي كان هولوج المواطنين الجزائريين فالنوع من الصيرفة وإقبال على هذا النوع من الصيرفة كان جد معتبر وحنا لما نشوفوا بعض الأرقام يعني نعطي الأرقام لحنا فقرة الشعبي الجزائري لما نشوفوا في ظرف شحال ثلث سنوات أو زيد شوية من هذا الشيء لحقنا إلى فتح زيد من 66 ألف حساب يعني هذا في بنك واحد ما نتكلموش على 12 البنك اللي كانين لأنه لأنه على ما أظن في 12 البنك رأوا أزيد من 650 ألف حساب وبالتالي لما نشوفوا كذلك يعني واسموا الحسابات الإدخارية لما نشوفوا يعني بستمئة وسبعمائة مليار يعني في السوق الجزائرية رأيت هذيك سبعمائة مليار تقريباً تقريباً 4.5% أو 5% من السوق الإجمالية نعم ولما نشوفوا نسبة النمو تقريباً 4.25% شوفوا بهذا 4.5% منه على 30 إلى 4 سنين راح يولي 10% وما يشبه ذلك يعني نمو كبير وإقبال كبير وهذا ما يشجع هذا البنوك يعني المصارف هذي اللي تنشط في هذا السوق على توسيع توسيع بارك الله في استثماراتها وتوسيع باقة المنتوجات وفتح وكالاتها جديدة نحن فقط شعب الجزائري اللي حد الآن عندنا 103 وكالة اللي فيها شباك إسلامي وعندنا وكالة يعني مخصصة حصرياً لصرف الأسلامية وعندنا برنامج باش نطوروا وكالات مخصصة حصرياً لصرف الإسلامية لتعزيز هات الشبكة يعني لعشان منتوجات وهنا نشوفوا بليه هذا الإقبال هذا طالب هذا له في السوق وفيه قابلاته سياسة لتسجع تنويع وفيه بعض الإجراءات وحتى يعني بعض القوانين اللي خرجوا باش يحطوا المالية الإسلامية والمالية الكلاسيكية على حد ينسوي يعني باش ما تكونش وحدة غالية على الأخرى ولا وحدة تخلص الجيباية أكتر من الأخرى وبالتالي كون إنعكاس على القدرة الشرائية على المواطن فيه يعني في الماضي القارب يعني في 13 جويلية فكان خرج مرسوم تنفيذي ليوسع لدعم تعالى الخازينة العمومية اللي كان منذ 2011 على نسب الفواعد تم توسيعه إلى نسب هوامش الربح اللي معمول بها في الصيرفة الإسلامية وبالتالي نشوفوا لهذا التطور هدايا رأوا فيه تنويع تعالى المنتوجات فيه توسيع تعالى السوق بفتح وكالات جدد يعني من طرف البنوك وفيه كذلك يعني توسيع في الصناعة لأنه احنا تكلمنا على البنوك وما تكلمنا على مؤسسة تأمين رأوا فيه مؤسساتين تعالى تأمين اللي هم شركات تكافل ما يسمى بالتكافل اللي رأي تنشط في السوق وفيه حتى نوافل تكافل أو الأستاذ رأوا سنتحدث عن هذه النقطة بتحديد دكتور حمدي مع مرسيد سفيان مازاري أثار نقطة مهمة جدا وهي أليات تطوير هذا النوع من الصيرفة أو المالية الإسلامية لو نتحدث معك عن هذه الأليات أو القوانين التي وضعتها الجزائر لتطوير هذا النوع من الصيرفة المالية الإسلامية من أجل استقطاب رؤوس الأموال وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات أيضا بما سيعود بالفائدة أكيد على الاقتصاد الوطني إذن قبل هذا لابد أن نفتخر كثيرا أن المالية الإسلامية كانت انطلاقتها هنا في الجزائر منذ 1927 جزائر من الدول الرائدة والسباقة أيضا هي الأولى هي الأولى قبل إنشاء في مصر أو في الدول الخليج كانت فكرة انطلاقة المالية الإسلامية سنة 1927 عن طريق فكرة إبراهيم أبو اليقضان عندما أراد تأسيس بنك إسلامي بنك أهل إسلامي في الجزائر واصدر مقالته في جريدة بنومي زاب وبالتالي حتى سمعت بفرنسا تقريب لم تتركه وبالتالي سجنته وبالتالي حتى تأسيس المؤسسات نكتبوا على أهم مؤسسة هي أو في أو ما بي هي المحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية التي موجودة في البحران كانت فكرة انطلاقوها سنة 1990 هنا في الجزائر وبالتالي الجزائر كان دائما تهيئة سباقة وعندها تاريخ في المالية الإسلامية وبالتالي الجزائر منذ انتخاب بطريق اصدار قانون تابنك الجزائر عشرين سفر ثنين كذلك اصدار قانون تأمين تكافلي قانون واحدة عشرين واحدة ثمانين كذلك تأسيس ما يسمى بأهم شيء هو تأسيس صندوق الديوان الوطني للزكاة والأوقاف هذا كذلك مهم جدا في التمويل الإسلامي التبرعي بمعنى أنه هذا الصندوق صندوق الزكاة أو الأوقاف مهم جدا في الدول العالم وحتى هنا في الجزائر وبالتالي هناك أسس هناك مبادئ وبالتالي هناك مراسم تنفيذية حتى في مجال الجباية من أجل تشجيع هذه السيرفة الإسلامية وبالتالي هناك وضع قواعد ننتظر هذه الأيام اصدار قانون آخر خاص بالسكوك الإسلامية من أجل تمويل الميزانية الدولة في المشاريع الربحية ومشاريع الاستثمارية إلى آخره وبالتالي عن طريق اصدار هذا القانون بمعنى أنه وضعنا قواعد وأسس المالية الإسلامية في الجزائر ونشجعها نحتمد كذلك على المرجعية الدينية للدولة بمعنى المرجعية الوطنية خاصة عن طريق الفتاوي الصادر عن المجلس السلامي الأعلى وتأسيس لأهم هيئة هيئة لصناع المالي الإسلامية التابعة على المجلس الإسلامي الأعلى processo بمعنى هي التي تصدم جميع القرارات الشرعية والفتاوي الشرعية بخاصة بصناع المالي الإسلامية جميع المواطنين أنهم يلتزموا بهذه الفتاوى خاصة بالمرجعية الوطنية خاصة الصادرة عن هيئة الإفتاء للصناع المالي إسلامي أو عن طريق لجان الشرعية للبنوك والمؤسسات التأمين التكافل تكلموا على أهم شيء أن التأمين التكافل أخذ منحة آخر للتطور عن طريق إنشاء شركة جزائي للتكافل عن طريق تجمع مجموعة من البنوك العمومية وشركات التأمين في رأس المال هذه الشركة هي الشركة عمومية جزائرية كذلك إنشاء شركة للتأمين الحياة تمسمى بالتكافل العائلة كذلك هي شركة عمومية وكذلك إنطلاق في إنشاء شبابيك للتأمين التكافلي الآن هناك موجود شبكين على مأضون شبكين نعم على مستوى لغام وهناك انتظار في ترست وكارديف وكارديف على مستوى التأمين وبالتالي هناك قواعد هناك أسس وبالتالي لابد كذلك أن نلتزم كما قلت بهذه المرجعية وبهذه الفتاوي الصادر عن هيئات الوطنية وهيئات الإفتاء الشرعي وبالتالي ندعم هذا المنبك ذلك المواطنين أنهم لا يقارنوا دائما بالمالية التقليدية والمالية الإسلامية ربما واحد يروح البنك يدير أنشي ملاصم وحاكاة للمالية التقليدية يقول لك أشوف المالية التقليدية إرخيص على المالية الإسلامية ممكن هذه الكثير من الإسلامات التي عادت لما يطرحها المواطنون عند اختيارهما بين المالية التقليدية أو المالية الإسلامية ونفصل في هذه النقطة بتحديث وتفضل الدكتور مثلا قبل صدور المرسوم الأخير كما تفضل به زميلي صفيان كانت هناك مثلا في القروض العقارية في المالية التقليدية ربما الخازينة أنها تمول نسبة 5% و1% يأخذها تقريب العميل على عاتقه لكن في المالية الإسلامية لا غير موجودة لكن بصدورها المرسوم تبقى كذلك الخازينة أنها تدعم المالية التقليدية وتدعم المالية الإسلامية وبالتالي وضع أساس وميزة للتنافس ما بين المالية التقليدية والمالية الإسلامية كذلك هناك تخفيضات عن طريق قانون المالية خصوصا قانون المالية التكملي سنة 2021 وقوانين المالية سنة 2022 تدعم وتحفيزات جبائية بمعنى لا يكون هناك ازدواج ضريبي لفرض الضريبة على الأرباح والبنوك إلى آخر في هذا الجانب وبالتالي تخفيض ما يسمى بتكلفة المالية الإسلامية مقارنة بالمالية التقليدية وبالتالي نضع أسس وضعنا أسس المالية التقليدية ونضع أسس المالية الإسلامية وخلوه هناك تنافس ما بين المالية التقليدية والمالية الإسلامية حتى نستقطب هذه الأموال الراكدة والمكتنزة عند المواطنين وعند المؤسسات إلى خير من أجل تعبيئتها وإعادة إدارتها على المستوى الاقتصاد الوطني حتى نقوم بتمويل الاقتصاد الوطني نتكلم مثلا على الدول مثلا الدول الغربي نتكلم على فرنسا ولا بريطانيا والولايات المتحدة الامنكية رأت تقريب هما حكومة برغماتية تريد مصالحها رأت هناك أن هناك المالية الإسلامية لها أرباح ولها تقريب أهداف في هذا الجانب فتحت شبابيك وفتحت بونوك في هذا الجانب استقطبوا سوق الإسلام لأنها رأت هناك جالية مسلمة على المستوى أوروبا والمتحدة أمريكية عندها أموال راكدة بمعنى غير مستثمرها بالتالي أرد أن تستقطبها خصوصا أموال الخليج إلى آخر تستقطبها فتحت شبابيك وفتحت بونوك وحتى سوق الإسلامية حتى الصين نذهب إلى الصين نذهب إلى الماليزي إلى خير وبالتالي الجزائر لابد أن تواكب هذه التطورات وهذه الصناعة والصناعة المالية إذن صرف الإسلامية ستتتحول من نظام مالي محلي إلى نظام مالي عالمي يستقطب العديد من رؤوس الأموال في أفاق السنوات المقبلة القليلة خاصة بعد الأزمات المالية التي ضربت كما قلت من قبل الأزمة المالية سنة ألف وثمانية رأت أن هناك خلل على مستوى النظام الماليزي كيف هذه النقطة بالتحديد؟ ما الذي يميز المالية التقليدية أو المالية الإسلامية عن المالية التقليدية هو الأخلقة الجمعية للأخلقة よما لأننا في الدين الثاني دائما نقول أن النقود لا تليد النقود أنهم شعون عندك النقد إسلافك النقد من أجل تجيب لك النقد أكثر من النقد ليس لفولاك ونحن هذا خطأ هو ده مسمى بيئة الرابة وبالتالي نحن كقاعدة أن النقد لا يليد نقود نحن في الاقتصاد النقد لا يليد النقود وإنما يليدوا قيمة يليدوا قيمة هذه من بين قواعد المالي الإسلامي والنظام المالي الإسلامي يتميز بالأخلاقة بمعنى هناك معاملات أخلاقية في هذا الجانب نتكلم مثلا واحد ما ديت له قرد في المالي الإسلامي أن البنك كما يتفضل صوفيان ربما أن البنك يتحمل حتى ما كان مخاطر طالك أموال شالك ببيت مثلا تعرضت مثلا إلى حريق أو إلى زلزل أو إلى خلش كل يتحمل في المالي التقليدي يقول لك أنا خاطئنا طيث لك الدراهم وتتحمل المخاطر لكن في البنك الإسلامي وفي التمويل الإسلامي أنهم يتحملوا المخاطر على قاعدة الغنم بالغرب نتحمل جميع المخاطر ونتحمل جميع الأرباح هذه قاعدة شرعية معروفة في المالي الإسلامي الغنم بالغرب حتى في التأميل التكافلي من مناسبة أن الشركة الجزائي للتكافل هي شركة عمومية قامت الآن مؤخرا بتوزيع الفائد التأميني توزيع الفائد التأميني بمعنى أن المؤمن له عندما يريد اكتتاب أقصاد عند شركة تأمين تكافلي في حالة عدم موجود مثلا مخاطر إلى آخره في التأمين التقليدي يخذوا لك القصة هذا يخذوا لك في آخر سنة لكن في التأمين التكافلي لما صلك مخاطر وكان هناك فائد تأميني يرجعوا لك من هذا القصة إلى آخره وهذا تقريبا من مبادئ الأخلاقية من مبادئ الأخلاقية للمالية الإسلامية نتعاون عن طريق قاعدة الغرم بالغرم ممكن في هذه النقطة بالتحديد أيضا السيد سفيان مازالي نتحدث أيضا عن جهودكم الكبيرة في استقطاب مختلف رؤوس الأموال بداية نتحدث عن كيف تقيمون إقبال المواطنين على هذه الصيغة من المالية الإسلامية وكيف تعملون أيضا على استقطاب رؤوس أموال جديدة من خلال ممكن مختلف الاستفامات التي يطرحها هؤلاء المواطنين وتعملون على تلبية احتياجاتهم أيضا من خلال مختلف الخدمات والمنتوجات التي تقدمونها هي في أول الأمر نذكر بإحصائية جدا مهمة يعني في سياقة الحديث تعالي احنا تكلمنا على الشمول المالية تكلمنا على استقطاب الأموال الخارج يعني الأكيد لمنظومة البنكية وما يشبه ذلك نذكر أنه احنا تجربة تعنا في القرد الشعبية الجزائري لاحظنا أنه يقارب حتى ما يفوق 75% من العملاء من الزبائن تعال نافذة الإسلامية وما زبائن يجعون من خارج البنك وعندنا إلا 25% من الزبائن تعال نافذة الإسلامية لفتحوا كان عندهم حسابات كلاسيكية وفتحوا حسابات إسلامية أنه استطاعتم استقطاب 75% من زبائن جدود وزيد على هذا الشيء هذا الـ 75% من الزبائن جدود اللي جاءوا من خارج البنك تم المساهمة تعهم في الإجمال ما تم استقطابه من مدخرات هو أزيد من 50% يعني 50% من المدخرات تعال نافذة الإسلامية تلك القرد الشعبي الجزائري جابوها 75% من الزبائن جدود اللي جاءوا من خارج وهذا ما يدل على أنه هذه السياسة اللي انتهجت يعني لشمول المالي قد تساهم الصيرفة الإسلامية يعني بشكل كبير في استقطاب الأمال هذه لخارج المال لأن المواطن الجزائري وش يستحق؟ يستحق مكان آمن ليدع فيه نقود والدخارات والبنوك روما كان آمن يعني رأيها رقاب عليها وفيه بنك الجزائر اللي رقبها وفيه ضمانات وفيه قوانات تسيرها وفيه الحاجة الثانية اللي يحتاجها تلك الزبون الجزائري يحتاج تنمية يعني يعني يحطش ضرع ما كده يقعدوا له هكذا كبرك استثمار استثمار برك الله وفيك وهذا الاستثمار هدايا احنا نقترحوه عبر حسابات استثمارية لنقترحوها بصيغ عقود مضاربة للزبون لما يحط الأموال تاعه في البنك رو يشارك في وعاء مضاربي ليتم استثمار هذه الأموال هادية في إيجارات مربحات وما يشبه ذلك ولما يكون عائد في العمليات التمويلية هذه راح يرجع له يعني الشطر من هذا العائد هذا راح يرجع للمداخر لو نتحدث في التفصيل في هذه النقطة بالتحديد لا تفضلت سيدي هي يعني بعبارات أخرى ممكن أنه مقبل قبل ما ندخلو هنا نتكلم مع الدكتور قلنا باللي البنوك الإسلامية هي في حقيقة الأمر ما تشتغلش كيما البنوك الكلاسيكية بعيدا عن نسبة الفائدة حتى في الميكانيزمات الداخلية على اشتغالتها هي أقرب للصناديق الاستثمارية من أنه تكون قريبة للبنوك وعلاش لأنه وش نقترحه للزبائن تانا نقترحه لهم واسمه محافظة استثمارية وكلهم نحن نرى أننا محافظة استثمارية أنا نمولو العقار أنا نمولو الاستثمارات أنا نمولو عمليات تجارية أنا نمولو الاستهلاك للأشخاص للأفراد أو حتى للمهنيين وما يشبه ذلك وعندنا عائد رأينا أننا روي جينا عائد 2-3-4% وما يشبه ذلك ونقترحه عليكم أنه تدخلوا معنا في هذا المحافظة الاستثمارية يعني في الصندوق الاستثمارية باش تتقسموا معنا الأرباح ونزيدوا النمو ونحن المحافظة الاستثمارية يعني هذا آلية تشتغل البنوك الإسلامية هذه هي أقرب من الصناديق الاستثمارية لأنه تكون قريبة البنوك وزيادة على هذه الآلية هذه الاستثمارية للمواطنين ينمي ويشغل أموال تاعه رأي يكون خدمات مصرفية وحده أخرى خدمات مصرفية يعني نسيبها في كل البنوك عنده بطاقة الدفع عنده عنده تطبيق لينجم يدخل ويشوف راصي تتاعه يقوم بتحويلات أموال وما يشبه ذلك عنده عنده سمو صوكوك وما يشبه ذلك يعني فيه خدمات مالية وحده أخرى تحويلات والسك وطبيقات وما يشبه ذلك وإحنا جل هذه الخدمات هادية نقترحها بصفة مجانية المداخرة وبالتالي نشوفه بالليه رأينا في البنوك الإسلامية رأينا في يعني على ما بين بنك الخدمات المصرفية اللي نعرفها وكذلك يعني الخدمات الاستثمارية اللي نعرفها وبالتالي مع الوقت قدما نمي والمحافظة الاستثمارية تعنا ونوسعوا المنتوجات التمويلية سواء نكون في السوق تدزئة يعني مع الأفراد ولا مع المهنيين وإلا في السوق تعالى المؤسسات شركات شركات لشركات كبراء متوسطة وما يشبه ذلك يعني مع الوقت قدما نزيد النمي والمحافظة الاستثمارية تعنا يعني التمويلات تعنا نطورها وننوع الآليات تحت تمويل قدما يكون العوائد أكبر وقدما يكون اللي جاب درهم وحطهم في المحافظة تعود بالفائدة على الطرفين تعود بالفائدة على الطرفين وهذا كما تفضل الأستاذ هذا عملا بمبدأ الغلم بالغرم والخارج بالضمان يعني هذه من القواعد يعني الشريعة الإسلامية في مجال معاملات المالية ومن جهة أخرى نذكروا لتوسيع المنظومة المالية حاليا تكلمنا حاليا على المصارف حاليا تكلمنا على التكافل بسحه نذكر لازم نتكلموا عن المنظومة المالية أو بصيغة أخرى نتكلمو على الصناعة المالية الإسلامية يعني فيها الشطر المصرفي فيها الشطر التأميني فيها السوق المالية الإسلامية التي جدًا مهمها وعلى هاتشي اللي лю تكلمنا على الصقوق كوانا تكون صقوق سيادية أو صقوق تعلم المؤسسات هي يعني المواطن البسيط الجزائري ينجم يستثمر في مشاريع كبرى تعدو له قالنا نحن نديره هنا مطار المطار هذا نصدره سكوك هي بمفهوم السندات في الصناعة التقليدية ولكن هنا في الصناعة المالية الإسلامية ويكون مشاركة في الأرباح وتكون وضوح في المشروع ويكون شفافية في تسير المشروع وما يشبه ذلك وبالتالي هذه الصناعة المالية الإسلامية تكلمنا على الزكاة الأوقاف اللي يلعبوا دور جدا مهم لتعبئة تكاليف الدولة في الضمان في الضمان في قاتل هشة وأوقاف تنجم تلعب دور كبير وبالتالي هذه التوسيع للصناعة لجب أن نشوفها كصناعة وليست نشوفها كمنتوج ولا كالآخر قدما نوسعوا هذه الصناعة قدما يكونوا بونوك أخرى لتدخلها قدما يكونوا مؤسسات مالية أخرى لتدخل قدما تصبح رافض مهم من روافض الاقتصاد الوطني جد مهم وبالتالي يكون هذا استقطاب الأموال وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني واستثمار هذه الأموال واستثمار هذه الأموال وإشراك المودعين في الأرباح التي ستكون يعني ستجنى منها من جهة الأخرى هذا راح يسهل هذا الجسر هذا اللي راح يكون ما بين المودعين وما بين الاستثمارات وهذا ما راح يساهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل دكتور حمدي معمر أثرت نقطة مهمة جدا لو نتحدث عليها بالتفصيل هو التمويل التكافلي نتحدث عن قانون التمويل التكافلي ونتحدث أيضا عن دوره في استقطاب رؤوس الأموال عن دوره أيضا في تطوير وترقية نظام المصرفي والمالي أيضا في الجزائر نعم إذن عندما نتكلم على التأمينات في الجزائر نتكلم على أهم قانون قانون 95.7 لتكلم على قطاع التأمين لكنه كان يخدم التأمين التقليدي لكن بعد صدور المرسوم التنفيذي 21 و 81 يعني تكلم على تأمين التكافلي وشئت مؤسستين وعموميتين هي جزائر التكافل والجزائر المتحدة للتكافل العائلي هي مؤسسات مهمة جدا كذلك للتأمين نتكلم على التأمينات في الجزائر نتكلم على التأمينات الإجبارية التأمين على المسؤولي المديني تتكلم على التأمين السيارات ربما أي واحد يقول لك أن نأمن على السيارتين بحكم أنها إجبارية على جميع السائقين إلى آخره لكن لابد أن نوسع من مفهوم التأمين التكافل كذلك حتى نستقطب رؤوس الأموال والأموال مع جميع المواطنين ربما قاعدنا نظرة أن مؤسسات التأمين التقليدي تخدم وفق قاعدة الغرر إلى آخره بالتالي مفهوم التأمين التكافلي جاء لآخر هذه المشكلة مشكلة الغرر والريبة إلى آخره عن طريق التكافل ما بين المؤمن له بمعنى يوجد هناك صندوقين صندوق خاص بالمساهمين أصحاب المؤسسة وهناك صندوق آخر خاص بالمؤمن له أو المشتركين في هذا الصندوق بمعنى أن أصحاب المؤسسة يقومون بتصير صندوق المشتركين عن طريق الإجارة عن طريق الإجارة بمعنى يدو نسبة معينة من هذا الصندوق ويقومون باستثمار هذه الأموال الفائضة عن طريق ما يسمى بالمضاربة كذلك يدو نسبة معينة من هذه الصندوق أما ما فاض على هذا الصندوق من الأقصاد إلى خير ترجع إلى المؤمن له مثلا أنت تريد أن تقوم بالتأمين عند شركة تأمين تكافلي مثلا بيتتاك إلى آخره من الحرائق أو الأضراء إلى آخره تدخل في هذا الصندوق كما صندوق المشتركين بمعنى أنك تتضامنون فيما بينك من أجل إدارة المخاطر إدارة المخاطر ربما تقدر تلك ما صار لك بولو في ذلك السنة إلى آخره عندك حق لكن هناك فائد يعود يرجع لك لكن في الشركة التأمين التقليدي يروح لك لفائد ربما هناك بعض المشاكل في مشكلة الاستثمار الصندوق للمشتركين بمعنى أن القانون الجزائر يفرض على الشركة التأمين سواء تقليدي أو تكافلي أنها تستثمر في سدنادات الخازين وبالتالي ننتظر هذه الأيام صدور من سما بقانون السوقوك إلى آخره تعديلها ربما شركة تأمين تكافلي تقوم باستثمار هذا الفائد في السوقوك والعوائد ترجع كذلك المؤمن له بمعنى أن الصندوق يقوم باستثمار فوائد وعوائد والأقصد إلى خيره وننميه إلى خيره إذن دائما نتحدث عن مبدأ الاستثمار وهذا ما يقود كما تفضلت السيد سفيان مازاري إلى استثمار هذه الأموال وما سيعود بالفائدة على الطرفين لو نتحدث ممكن كسؤال أخير ما هي الأفاق أو أفاق صيغة الصيرفة الإسلامية في الجزائر كيف ترون المستقبل القريب هي لكل حال لما نشوفوا الأرقام التي تكلمنا عليهم نشوفوا نسبة النمو والعدد الكبير على الإقبال على هذا النوع من الصيرفة وحتى عدد المؤسسات المالية سواء تأمينية وحتى مصرفية التي ستستثمر في هذا النوع من الصيرفة نشوفوا بليكين فيه الطالب في السوق وفيه كذلك مستقبل 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 زاهر لهذا النوع من الصيرفة لما نشوفوا نسبة نموها تقريبا 25% في كل أربع سنوات الحجم الإجمالي على الأصول في الصناعة المالي والسلامي في الجزائر سيتضعف أكيد يعني أفاق مباشرة ممكن في غضون السنوات القليلة المقبلة ستصل إلى مستويات مبشرة في النمو وهذا هو المبتغى من خلال تنويع مصادر الدخل وإعطاء دفع قوية لاقتصاد الوطني وللنظام المالي والمصرفي في الجزائر الدكتور حمدي مع من عضو لجنة الإشارة والشرعي في التأمين التكافلي مختص في الصناعة المالية الإسلامية بجامعة شلف شكرا جزيلا لك الشكر أيضا موصول لك سيدي صفيان مزاري رئيس قسم المالية الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري شكرا جزيلا لكم ضيفية الكريمين مشاهدين الأفاضل مستمرون معكم دائما ضمن هذا البث المباشر من برنامج هذا الصباح أتوجه وإياكم الآن إلى السوديو الأخبار مع موجز لأهم الأنباء في تقديمه سهيلة دغموم صباح الخير سهيلة صباح الخير عبدالجليل وهو كذلك موجز إخباري بعد جينيغك مجزون أخباري من التلفزيون الجزائري أهلا بكم في المستهل وبأمر من السيد رئيسي الجمهوري انطلقت أمس لجنة طبية متكونة من طاقم طبي مؤهل كما تم إرسال طائرة محملة بكمية كبيرة من الأدوية والأمصال المضادة للديفتيريا ووسائل الحماية اللازمة إلى كل من تمر ست برج باج مختار وإنقزام للوقوف على الوضعية السائدة وتوفير حصة من الأدوية والأمصال المضادة للديفتيريا على أن ترسل شحنة ثانية غدا الأحد إلى ولاية برج باج مختار وللتذكير فإن هذه المنتجات يتم توزيعها على مداري السنة في طار تزويد المؤسسة الصحية وأن ما يتم نقله خلال هذه المهمات ما هو إلا مكملات إضافية هذا وتطمئن وزارة وصحة جميع الحالات التي يتم التكافل بها وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها وأنه يتم ضمان متبعة يومية للوضعية الوبائية على المستوى المركزي والمحلية بطلب من الجزائر عقد أمس مجلس الأمن بنيويورك اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط وهذا على هامشي النقاش العام للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الاجتماع الذي عرف مشاركة عضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين ألقى خلاله وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف كلمة هامة أكد فيها مسؤولية مجلس الأمن الدولي تجاه ما تشهده منطقة غزة من إبادة جماعية متواصلة منذ عام وتجاه ما تشهده منطقة الشرق الأوسط راهنا من تصعيد صهيوني خطير ينذر بنشوب حرب إقليمية شاملة قد تعصف باستقرار وأمن المنطقة إنها إسرائيلية بحق الفلسطينيين وبقية شعوب ودول المنطقة وإنها أيضا مسؤولية راصخة لمجلسنا لا تقبل التبرير لعدم الالتزام بها تحت أي ظرف من الظروف ولا تقبل التملص منها تحت أي ذريعة من الذرائع وإنها آخيرا مسؤولية ثابتة لمجلسنا لا تتقادم وإحقاق حقوقه وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي يدخل يومه الثامن والخمسين بعد الثلاثمائة بالتزامن مع الذكرى الرابع والعشرين للانتفاض الثانية للأقصى التي ارتقى خلالها ما يقرب الأربعة ألاف وخمسمائة شهيد وأكثر من خمسين ألف مصاب هذا وقد استشهد أربعة فلسطينيين فجر اليوم في قصف الاحتلال مخيمية المغازي والنصيرات وسط القطاع بالتزامن مع نسف مباني سكنية في مدينة غزة كما شن الطائرات الاحتلال غار على حي الزيتون وقصفت مدفعيته المناطق الجنوبية لحي صبرة وكان قد ارتقى أربعة شهداء في وقت سابق خلال استهداف الاحتلال منزلا في مدينة رفح وفي لبنان واصل الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم شنه لغارات جوية جديدة عنيفة على قرى وبلدات متفرقة في قضاء بعلبك بالبقاع والجنوب اللبناني كما غارت الطائرات الحربية على أطراف السرفند وعلى مبنى سكني في كفر حتى في كفر حتى مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في بلدة الطيبة السريان هذا وتمكن أمس الكيان الصهيوني من ضرب عدة مواقع بضحية بيروت الجنوبية استهدفت ستة بنايات سكنية مخلفا استشهاد ستة أشخاص وإصابة 91 أخرين حسب حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية وكان الاحتلال الصهيوني قد استهدف من قبل عدة منازل بقرى وبلدات لبنانية في بعلبك الهرمل والنبطية والبقاع وجبل لبنان ما أسفر عن سقوط أكثر من 92 شهيدا ومائة وثلاثة وخمسين مصابا أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمراني يبرهي مراد اليوم بالعاصمة على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة وبالمناسبة حضر الوزير جانبا من الدرس الافتتاحي الذي جاء تحت عنوان المسير العمومي بين متطلبات السباق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج ويهدف الدرس إلى تسليط الضوء على سياسة الدولة وتحضيريات طلبة للبرنامج الجديد الذي يشمل الإدارة الإلكترونية ويعد هذا البرنامج خطوة نحو تبني نهج يعتمد على النتائج وتتسيد التحول الرقمي في الإدارة الجزائرية إلى أخبار رياضة حيث تتواصل اليوم مباريات الرابط المحترف الأولى لكرة القدم ويكون جدول هذه المقابلات على الشكل التالي هذا ولنفسي الجولة جرت أمس خمس لقاءة تتقدمها القمة التي جمعت بين شبيبة القبائل وأولمبيك أقبو بملعب التحفة حسين أيت أحمد فعرف الدربي تفوق شبيبة القبائل على أولمبيك أقبو بهدفين لهدف هذا وانتهت مباراة مولودية الجزائر ومضيفي أتليتيك بارادو بهدف لمثله فيما فاز اتحادوا بسكرة خارج الديار على مولودية البيض بهدفين لسفر وخيمت تعادل السلبي على لقاء شباب الوزداد ووفق سطيف وهي نفس النتجة التي انتهى بها لقاء جمعي تشلف ضد شباب قسنطينة ختم الموجز أخبار أخرى تأتيكم مفصلة في تمام الحادية عشر بحول الله إلى اللقاء وعودة لزميل عبد الجليل شكرا جزيلا لك سهيلة على كلاتي الأخبار والتفاصيل الوطنية الدولية والرياضية عدنا إليكم مجددا مشاهدنا الكرام في آخر الساعة من فقرات برنامج هذا الصباح حديثنا الآن في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عن الجهود المبدولة لتطوير الجامعة الجزائرية وسنتحدث هنا بالتحديد عن جامعة يحيى فارس بألمدية سنتحدث عن مختلف الهياكل والمرافق والكلية الجديدة التي تدعمت بها سنتحدث عن تخصصاتها التي أصبحت تتماشى واحتياجات سوق الشغل سنتحدث أيضا عن فروع التكوين التي توتيحها للطلبة وعن دورها أيضا في تنمية الفكر المقاولة في الوسط الجامعي والهدف دائما هو جعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية وللتفصيل أكثر في هذا الموضوع أتشرف بحضور البروفيسور جعفر بوعروري وهو مدير جامعة يحيى فارس بألمدية صباح الخير بروفيسور مرحبا بك معنا صباح الخير أسعد الله وصباحكم لك ولكل المشاهدين ونشكركم على هذه الاستضافة الطيبة وإن شاء الله تكون فرصة سعيدة لتقديم أهم ما تتميز به جامعة المدية هذه السنة إن شاء الله شكرا جزيلا لك بروفيسور وأبدأ مما انتهيت به وجامعة المدية نتعرف معك بداية على جامعة المدية مختلف الكليات وعن أهم ما ميز هذا الدخول الجامعي ألفين أربعة وعشرين ألفين خمسة وعشرين نعم جامعة المدية كما هو معروف تتكون من ست كليات وملحقة للطب هذه السنة كلية العلوم وكلية التكنولوجيا كلية العلوم الاقتصادية كلية الأداب واللغات وكلية الحقوق بالإضافة إلى ملحقة للطب تحتوي جامعة المدية على 23 ما يقارب 23 ألف طالب يؤثرهم حوالي ألف أستاذ خمسين بالمئة من هؤلاء لاستاذاء في مصاف رتبة الأستاذية أي محاضر ألف وبروفيسور إذن تأثير عالي ومن نسبة تأثير في جامعة المدية عندنا 22 طالب لكل أستاذ ومعدل مقبول جدا إذن جامعة المدية لها أفاق كبيرة جدا إن شاء الله في تجويد التعليم العالي وفي كذلك يعني التكوين في مختلف التخصصات التي فتحنا هذه السنة إن شاء الله والهدف دائما هو جودة التعليم العالي والشعار هذه السنة من الدخول الجامعي ودائما في إطار جودة التعليم العالي وتطوير جودة التعليم والجامعة الجزائرية نتحدث أيضا عن المعاهد والكليات الجديدة والمرافق التي تدعمت بها جامعة المدية نعم هذه السنة جامعة المدية أول يعني تحصلت على ملحقة للطب تابعة لجامعة جزائر واحد هذه الملحقة التي شغلنا عليها منذ سنة واحتوت هذه الملحقة على 475 طالب جديد في ملحقة الطب وهؤلاء الطلبة يعني معظمهم من جميع أمين ولاية المدية أو بعض الولايات المجاورة يعني ووفرنا لهم إمكانيات بيداغوجية وخدماتية مقبولة أو جيدة من أجل تحصيل الدراسي والتحصيل العلمي يكون يعني في المستوى نظر لأن هذا التخصص هو تخصص حساس يعني نعمل جاهدين من أجل تكوين أطباء يكونوا في المستوى إن شاء الله ووفرنا لهم ملحقة هذه ملحقة الطب تحتوي على 1600 مقعد بيداغوجي مخصصة للملحقة بالإضافة إلى 7 مخابر للأعمال التطبيقية مخبارين في الفيزياء ومخبارين في الكيمياء ومخبار في السيتولوجي ومخبار في الأناتومي وكذلك بالإضافة إلى مخابر للإعلام الآلي كذلك ووفرنا لهم مكتبة مركزية خاصة بالملحقة ملحقة الطب هذه الملحقة كذلك بالتنسيق مع الخدابة الجامعية الطلب الطب قمنا بإسكانهم يعني معزولين على منفصلين على الطلب الآخرين من أجل يعني أن نعطيهم فرصة فرصة التكوين الجيد وكذلك يكون يعني تكوينهم عالي إن شاء الله ويكون في المستوى هذا فيما يخص ملحقة الطب كذلك تحصلنا هذه السنة على تخصص جديد تخصص جديد هو طبيب بيطاري لأول مرة في جامعة المدية حيث يسجل في هذا التخصص حوالي 60 طالب سيتحصلون على شهادة طبيب بيطاري لماذا هذا التخصص في ولاية المدية لأن ولاية المدية كما تعرفون هي ولاية فلاحية بامتياز وولاية رعاوية يعني تحتوي على عدد هائلة من الماشية ومن الأبقار إلى آخره وبالتالي تتميز بالطابع الفلاحي إذن ارتأينا أن يكون هذا التخصص تخصص البيطار في جامعة المدية وكان استحسان كبير من ساكنة ولاية المدية لهذا التخصص كذلك لأنه سيخدم الولاية وسيخدم التنمية المحلية في ولاية المدية هذا فيما يخص تخصص البيطار كذلك هذه السنة سجلنا تخصص جديد هو التخصص العلوم الفلاحية تخصص علوم الفلاحية بين نمطين نمط مهندس في علوم الفلاحية وبنمط الامدي يعني لسونس ماستر في العلوم الفلاحية كذلك لماذا هذا التخصص كما سبقت وقلت أنه ولاية المدية هي ولاية فلاحية بامتياز وكذلك لدينا إقبال كبير من طلب على هذا التخصص إذن هذا التخصص كذلك سيلقى نجاح وسيلقى رواج كبير في الولاية وسيدفع بالفلاحة والزراعة في ولاية المدية للأمام من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بصفة عامة كما سطرت له السلطات العليا للبلاد هذا فيما يخص بعض التخصصات العلمية من إضافة إلى تخصصات أخرى مثلا كذلك لأول مرة في جامعة المدية قمنا بفتح تخصص ترجمة لغة إنجليزية فرنسية عربية كذلك لأول مرة تم فتح هذا التخصص بدأوا الدراسة هذا السنة سنة أولى حيث تسجلنا أكثر من 160 طالب في تخصص ترجمة كذلك نعمل من أجل رفع قدرات الطلبة في اللغات الأجنبية وبالتالي التحكم في العلوم وكذلك مساهمة في التسيير الجيد لمختلف الإدارات التي تتوفر عليها ولاية المدية كذلك هناك جديد هذه السنة هو فتح تخصص كذلك تخصصين لأول مرة هو الحصول على شهادتين لسونس ببكالوريا واحدة لماذا هذا التخصص يعني شهادة المزدوجة لماذا شهادة المزدوجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت هذه المبادرة شهادات المزدوجة من أجل الرفع من مستوى الطلبة وبالتالي تكون كفاءات مزدوجة بالتالي هناك كفاءات مزدوجة حيث في جامعة المدية هناك تخصصات مثلا فتحنا تخصص شهادة مزدوجة في الاقتصاد التطبيقي والرياضيات لماذا هذين تخصصين بالضبط لأنه نلاحظ بأن الطالب الذي يدرس اقتصاد التطبيقي لابد أن يكون رجل تكامل لكي يكون رجل اقتصادي متمكن في تخصصه لابد أن يكون متمكن في الرياضيات وبالتالي هذين تخصصين متكاملين وسننتج كوادر وإطارات مستقبلية إن شاء الله تكون بذات مستوى عالي بتحكمهم في هذين التخصصين كذلك هناك تخصص آخر دائما في الاقتصاد هو مالية ومحاسبة والقانون الخاص لماذا القانون الخاص مالية ومحاسبة لأن معظم الرجال أو المختصين في المالية والمحاسبة يعني يحتكمون إلى قانون الخاص يعني مثل القانون التجاري مثلا القانون الصفقة العمومية إذن كذلك الطالب لما يتكون في المالية والمحاسبة بالإضافة إلى القانون الخاص سوف تكون يعني يكون تكونه جيد ويكون يعني إسهامه في تنمية الاقتصاد الوطني والاقتصاد المحلي يكون يعني ذا مستوى عالي في المستقبل إن شاء الله ممكن في هذه النقطة بالتحديد أثرت نقطة مهمة جدا وهي كل هذه المؤشرات حول تطوير جودة التعليم من خلال الشهادة المزدوجة من خلال مختلف هذه التخصصات في ماذا المنح بالتحديد نتحدث عن التوجه الجديد وهو من خلال ربط الجامعة بسوق الشغل أو التخصصات أو التكوينات التي تعمل على تلبية احتياجات سوق الشغل كيف تعملون على مواكبات هذا الاتجاو وهذا المنح أيضا من خلال مختلف التكوينات والتخصصات التي توتيحها جامعة المدية شكرا هذه التخصصات التي تفتحها جامعة المدية يعني لا يتم فتحها بصفة عشوائية وبصفة اعتباطية بل يكون بصفة مدروسة الدراسة المؤولة دراسة محيط الولاية المدية وكذلك احتياجات المنطقة كما قلت بأنه مثلا كما عطت المثال في البيطرة وفي الفلاحة وفي الترجمة وكذلك هذه الشهادة المزدوجة كل هؤلاء مدروسة بدراسة محيط الاجتماعي والاقتصادي للولاية وهذا قمنا بربط الجامعة بمختلف اتفاقيات مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الولاية حيث هذه السنوة فقط أبرمنا ما يفوق 46 اتفاقية مع مختلف شركاء الاجتماعي والاقتصاديين خارج في ولاية المدية في مختلف القطاعات من أجل رابط الطالب مباشرة بسوق الشغل وكذلك من أجل أن نتيح للطالب فرصة فرصة إجراء أعمال تطبيقية وفرصة إجراء بوحوث وفرصة إجراء استشارات في الميدان مباشرة خارج الجامعة وبالتالي نكون قد رفعنا وقمنا بتحسين جودة التكوين والخروج من جانب النظري إلى الجانب التطبيق إذن هناك اتفاقيات وشركات مع مؤسسات اقتصادية ممكن من أجل ربط الطلبة بسوق الشغل لأن التحدي الآن هو دائما الجمع ما بين الجانبين النظري والتطبيقي من أجل تهيئة هؤلاء الطلبة على ولوج عالم الشغل وهم في أهبة الاستعداد أيضا نعم هناك عديد اتفاقيات مبرمة مع جامعة المدية مع مختلف الشركات الاقتصاديين والاجتماعيين سواء القطاع العامة والقطاع الخاص من أجل ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادية والاجتماعي لأن الجامعة لا يمكن أن تعيش لوحدها في محيط معزول ولا بد أن تنفتح على مختلف القطاعات الاقتصادية والقطاعات الاجتماعية التي تنشط داخل الولاية وبالتالي نتيح الفرصة للطالب من أجل الاستفادة من هذه الاتفاقيات المبرمة مع مختلف شركاء الاقتصاديين والاجتماعيين مثلا على سبيل طالب الجامعي لا يمكن له أن ينتظر الوظيفة فقط من طرف الدولة أو من طرف هؤلاء الشركاء مثلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السنة الماضية أقرت في القرار 1275 الذي ينص على تحويل مذكرة التخرج سواء في الليسونس أو المستير أو دكتوراه إلى مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة وبالتالي في هذا المجال تدعم التجامعة المدية بمركز دعم المقاولاتية وكذلك حاضنة الأعمال التي تقوم بتأثير هؤلاء الطلبة من أجل تحويل أفكارهم وشهاداتهم إلى مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة مثلا هذه السنة لدينا 58 طالب في المستير ناقشوا مذكرة تخرجهم في مستوى مؤسسات قاموا بتحويل مذكرة تخرجهم إلى مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة وهناك 10 طالبات حصلوا على وسام لابل من وزارة اقتصاد المعرفة وهناك ثلث مؤسسات حاليا هي ناشطة في الميدان يعني ثلث مؤسسات حاليا تنشط في الميدان وتنتج وتقوم بالإنتاج وبدأت نشطها بصفة عادية وهذه بادرة خير الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني بصفة عامة وهذا ما يجعل الجامعة فعلا هي قاطرة للاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية بصفة عامة دائما بالحديث عن جهود تطوير الجامعة ومواكبتها أيضا لتطورات تكنولوجية نتحدث عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع رائد في الرقمنا رائد في استخدام التكنولوجيا الحديثة رأينا دخول جامعي بصفر ورق رأينا العديد من المنصات الرقمية الموجهة للطلبة من أجل مواكبتهم أو دعم مواكبتهم لتطورات التكنولوجيا والتحكم في مختلفات التقنيات الرقمية جامعة الامدية ومواكبتها للرقمنا نعم تنفيذا لتعليمات سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خاصة في هذا الدخول الجامعي أين يعني قام بتعزيز الدخول الجامعي بصفر ورقة بحيث الطالب الجامعي يعني منذ تسجيله أو اختياره للتخصص أو حصول عشاة البكر لو يختياره للتخصص لا يقدم أي ورقة للجامعة حتى يتحص على بطاقته في الهاتف النقال يعني بطاقة الطالب في الهاتف النقال قمنا يعني في جامعة الامدية بوضع استراتيجية متكاملة وخارط طريق متكاملة من أجل رقمنة جامعة الامدية بصفة كلية حيث بدأنا في المرحلة الأولى بتكوين الإطار البشري حيث في هذه السنة كوينما يفوق من 230 موظف في مجال الإعلام الآلي لكي يكون التحكم جيد في تقنيات الإعلام الآلي هذه النقطة الأولى نقطة ثانية قمنا بتجديد مختلف الحواسيب ومختلف الأدوات المستعملة في الرقمنة بصفة كلية نقطة ثالثة كذلك في البنية التحتية قمنا بتزويد الجامعة بالانترنت بتدفق عالي جدا مباشرة بالربط مع اتصالات الجزائر بـ 500 ميجا بايت في الثانية التدفق عالي جدا وقمنا بتوفير الانترنت مجانا لكل طلبة وفي كل فضاءات في الساحات في اللقاعات التدريس في مدرجات باستعمال الويفي يمكن الطالب الولوج إلى أي منصات أو أي فضاء خاص بالتعليم العالي مجانا في داخل الحرم الجامعي ممكن في هذه النقطة بالتحديد نتحدث أيضا عن مختلف الخدمات والمنصات الرقمية التي توفرها أيضا جامعة المدية لتسهيل تواصل ما بين الطلبة ما بين الأساتيذ والإطلاع أيضا على آخر المستحدثات والمستجدات نعم جامعة المدية وضعت هذه السنة حيز الخدمة مجموعة من المنصات لفائدة الطلبة والموظفين والأساتيذة مثلا على سبيل المثال منصة فضاء الطالب هذه المنصة يعني يمكن للطالب أن يتحصل على كل معلومات الخاصة به سواء مثلا برنامج التدريس أو الاتصال بالأستاذ مثلا الحصول على أي معلومة يريدها من الإدارة في هذا الفضاء الطالب يعني يمكن الحصول على أي معلومات خاصة بالطالب وكذلك هناك فضاء خاص بالأستاذ يسمى بفضاء الأستاذ كذلك يمكن الأساتيذة أن يتحصلوا على كل معلومات ويطلبوا كل وثائق أو استخراج الوثائق إلكترونيا من طرف إدارة الجامعة بالإضافة إلى كذلك منصة مناقشات الدكتورة والماستير قمنا هذه السنة بتطوير هذه المنصة حيث قضينا على الطريقة التقليدية في المناقشة خصوص مناقشة الماستير هنا كان الطالب يعني يدع خمس بذكيرات يعني تكلفة باهظة ويدعها ورقيا هذه السنة من يوم الأول اختيار طالب لموضوعه يكون رقميا حتى إلى آخر يوم يحدد له برنامج ساعة المناقشة وكذلك لجنة المناقشة ومكان المناقشة هذه مثلا منصة سهلة العمل ومع الطلبة وكذلك اقتصدت كثير من التكلفة التي كانت تسبب للطالب متاعب مالية قمنا بتسهيل وتذليل هذه الصعوبات بهذه المنصات بالإضافة إلى كذلك وضع منصة تطوير منصة المكتبة الرقمية حيث كل المكتبات داخل الجامعة هي مثل رقمية يمكن الطالب أن يتحصى على الكتاب من منزله رقميا بدون أن يتنقل إلى المكتبة ويتحصى على النسخة الورقية يعني كل الكتب هي مرقمنة موضوع داخل هذه المنصة وكذلك قمنا بتطوير عديد منصات مثلا منصة الاتصال مع الإدارات المحلية أي إدارة محلية تريد الاتصال مع جامعة المدية لا تتصل معها ورقيا بل من خلال هذه المنصة يكون الاتصال مع جامعة المدية وتسير هذه الانشغالات مع الشركاء الاقتصادي والاجتماعيين داخل الولاية في هذه المنصة يعني هذا مثال فقط على بعض المنصات هناك عدد كبير يفوق ثمان من منصات تمت تطويرها من طرف جامعة المدية هذه السنة ممكن في هذه النقطة بالتحديد ما هي استراتيجيتكم لتطوير وترقية استعمال واستخدام وتعميم استخدام الرقمنة في جامعة المدية من أجل أيضا تسهيل كل العمليات على الطلبة وعلى الأساتذة أيضا نعم جامعة المدية هي تعمل في إطار المخطط الوطني الاستراتيجي لرقمنة الذي قررته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث هذا المخطط يحتوي على عدة محاور من أجل الوصول إلى رقمنة قطعة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة مئة بالمئة وبالتالي جامعة المدية تأخذ كل المقترحات وكل محاور الموضوع داخل المخطط الاستراتيجي لرقمنة الأسديان الذي أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تطوير رقمنة داخل الجامعة ونعمل لحد الساعة جاهدين من أجل تطبيق هذا المخطط وقطعنا أشوات كبيرة جدا في الرقمنة داخل الجامعة واليوم الجامعة يمكن أن نسميها جامعة مرقمنة وجامعة من الجيل الرابع إن شاء الله بصفة جيدة إن شاء الله إن شاء الله نتحدث أيضا عن نقطة مهمة جدا هو عنصر التكوين الذي يعتبر عامل مهم وحاسب أيضا في ترقية وتطوير جودة التعليم العالي في الجزائر نتحدث أيضا عن مختلف البرامج التكوينية التي توفرونها للطلبة وأيضا البرامج التكوينية بالنسبة للأساتذة أيضا حتى يكونوا على الطلاع دائم بكافة وآخر المستحدثات والمستجدات فيما يتعلق بتخصصاتهم نعم في مجال التكوين مثلا من أجل تجويد عملية التكوين كما دعا إليها وزير التعليم العالي وبحث العلمي في خلال افتتاح السنة الجامعية تعمل جامعة المدية وفقا كذلك خارط طريق مدروسة ومحسوبة بصفة جيدة حيث مثلا أعطيك مثال الأساتذة الموظفين الجدد في السنة الأولى يعني سوف يتلقون قبل ترسيمهم يتلقون تكوين في عديد تخصصات وعديد المجالات مثلا في استعمال وسائل السمعية البصرية في مجال الرقمنة في مجال البداغوجيا في طريق التعامل مع الطلبة هذا كل يعني في آخر المطاف الأستاذ الذي لم يتحصل عليه يعني تكوين جيد لا يمكن ترسيمه بل يؤجل ترسيمه إلى السنة المقبلة إذن تقييم الأساتذة في التكوين العبدالور مهم في ترسيمه هناك تقييم الأساتذة يكون في نهاية فطر التكوين ستمنح له ملاحظات أو علامة معينة وبالتالي من خلال تلك الملاحظات يمكن ترسيمه أو تأجيل ترسيمه إلى سنة لاحقة إذن هذه داخلة في عملية تجويد عملية تعليم العالي والبحث العلمي في الجزيرة إذن الأستاذ يأخذ برنامج تكميل مدته سنة كاملة هذه بالإضافة كذلك إلى استراتيجية التي وضعتها وزارة تعليم العالي والبحث العلمي هي تكوين طلب الدكتوراه في السنوات الماضية طالب الدكتوراه ينجح في مسابقة الدكتوراه يقوم بتحذير المسابقة ولما يتحصل على شهاد الدكتوراه يمكن توظيفه بصفة عادية الآن في هذه السنة لا طالب الدكتوراه يقوم بإجدياز مسابقة الدكتوراه ينجح مسابقة الدكتوراه يكون له تكوين مدة سنة كاملة في أربع محاور أساسية مثلا على سبيل المثال محور الفلسفة اللغة الإنجليزية التقنيات لإعلام الاتصال وكذلك محور البيداغوجيا أو مهيط المواد المدرسة يعني سوف يتلقى تكوين يدرسون بصفة عادية على شكل محاضرات على شكل ملتقيات ندوات علمية من أجل تطوير ورفع من جودة هؤلاء الطلب الدكتوراه لأنه في المستقبل هم اللي رحلوا أساتذة في الجامعة مكوينين أيضا مكوينين إذن هذه الاستراتيجية التي معتمدة من أجل رفع التكوين كذلك بالإضافة إلى شيء جديد كل طلبة الذين يتحصلون عن شهادة البكالوريا مثلا شهادة البكالوريا سنة 2024 هناك منصة رقمية وضعتها وزارة تعليم العالي والبحث العلمي تفتح لهم من أجل دراسة اللغة الإنجليزية يعني من أجل دراسة اللغة الإنجليزية لماذا؟ لأنه يتحذير الطالب لكي يتفتح على اللغة الإنجليزية وكذلك يتحذيره لتلقي الدروس باللغة الإنجليزية خصوصا في المواد العلمية والتكنولوجية ممكن كسؤال أخير لو تفضلت بروفيسور جعفر بوعروري كيف تعملون على مواكبة أفاق أو استراتيجية تطوير الجامعة الجزائرية لتتبوأ المكانة التي تحتاجها أو التي تستحقها أيضا في صدارة الجامعات العالمية نعم اليوم الجامعة الجزائرية بصفة عامة وجامعة تمدية خطت خطوات كبيرة جدا في مجال التعليم العالي وفي مجال البحث العلمي وفي مجال الابتكار في مجال مؤسسات الناشئة أو مؤسسات المصغرة وبالتالي هذه الخطة إن شاء الله وهذه استراتيجية العمل ستسمح لجامعة تمدية في المستقبل إن شاء الله القريب من أجل أن تتبوأ مراتب وطنية ومراتب دولية وقارية ودولية إن شاء الله تكون أحسن مما هي عليه الآن مثل هذه السنة جامعة المدية ارتقت في التصنيف بسبعة مراتب في التصنيف الدولي إن شاء الله نسعى للأفضل في المستقبل إن شاء الله البروفيسور جعفر بوعوري مدير جامعة يحيى فارس بالمدية شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المجودات التي تقومون بها لتطوير جودة التعليم العالي في الجزائر شكرا جزيلا لك بروفيسور شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك مشاهدي الأفاضل لا زلنا مستمرين معكم ضمن فقرات برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل مع إشراقة كل صباح تترام إليك نسمات زائر هذا الصباح مطلع يوم كامل من الأحداث أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام ونبقى دائما في أو بالحديث أو في الحديث عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي شكرا جزيلا لك إذن دائما بالحديث عن الابتكار عن الإبداع عن المقاولتية وعن ريادة الأعمال نتحدث عن هذا التوجه الجديد في جعل الجامعة قاطرة للنمو الاقتصادي من خلال تنمية الفكر المقاولة في الوسط الجامعي أي أهمية لهذا الفكر في تخريج طلبة قادرين على إعطاء القيمة المضافة المرجوة في الاقتصاد الوطني هو حقيقة الحديث عن تبني الجامعة الجزائرية لمشاريع ريادة الأعمال وأيضا تحويل للطلب الجامعيين من طلبة باحثين عن عمل إلى طلبة خلاقين للثروة هو اتجاه جديد تبنته الدولة الجزائرية بناء على القرار 12-75 منذ سنتين تقريبا والذي حذت بفضله الجامعة الجزائرية حذو الكثير من الجامعات العالمية في هذا الخصوص الجامعة أصبحت ولادة للثروة من خلال ماذا؟ من خلال تكوين الطلبة من خلال توجيههم من خلال أولا بعث الفكر الريادي والمقاولاتي لدى الطالب لأن أهمية تغيير الفكر لدى الطالب هي أكبر مهمة تصب على عاتق حاضنات الأعمال وواجهات الجامعة بصفة عامة ممكن في هذه النقطة بالتحديد أثرت نقطة مهمة جدا وهي التغيير تلك الفكرة النمطية للطالب الجامعي من مذكرة تخرج إلى مذكرة تخرج يمكن أن تصبح مؤسسة ناشئة قائمة بذاتها تعطي القيمة المضافة المرجوة كيف تعملون على تغيير هذه الفكرة النمطية وهنا نتحدث بخطوات عملية عند استقبالكم لهؤلاء الطلبة كيف تعملون على إقناعهم وحثهم وتحفيزهم على اختيار مذكرة تخرج ستصبح مؤسسات ناشئة كما قلت في البداية أن عملية زراعة الوعي وبعث الفكرة المقاولاتية أكبر مهمة تصب على عاتق حاضنة الأعمال لماذا؟ لأن هناك فكرة مقاومة التغيير لدى بعض الطلبة لدى بعض المسؤولين على مستوى بعض الكليات وأيضا بحكم بعض التخصصات التي قد ترى أن تخصصاتها ليست مؤهلة لأن تخوض غمار ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة لكن بفضل أيام التحسيسية والأيام الإعلامية وأيضا ما ننشرها عبر صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من امتيازات توفرها حاضينات الأعمال من امتيازات يمكن أن يستفيد منها الطالب الجامعي من إعفاءات ضريبية من إمكانية الاستفادة من عقار صناعي أو عقار زراعي حتى من خلال النماذج الناجحة أيضا للطلبة نعم من خلال عرض تجارب الطلبة الذين نجحوا في تأسيس مؤسساتهم الناشئة وقد سبق لنا وأن استضفنا العديد من طلبة في هذه الخصوص سواء من جامعة شلف حضوريا أو من خارج الجامعة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي وأيضا غرف الدردشة الإلكترونية يعني كل هذه المبادرات الهدف منها هو تغيير فكرة الطالب وأيضا إخراجه من الفكرة النمطية نحو ماذا؟ نحو التفكير خارج الصندوق وهو المبدأ الأساسي للمؤسسات الناشئة لا يخفى علينا أن المؤسسة الناشئة قبل أن تكون مشروع مجسد على أرض الواقع هو فكرة إبداعية ابتكارية لذلك استفتحت صباحكم بالإبداع والابتكار لأن أصلا المؤسسة الناشئة هو أن تفكر بشكل مختلف بشكل مغاير وأن ترى مشروعك ينجح على أرض الواقع كيف ينجح من خلال إعطائه نفسا طويلا للمقاومة في سوق المنافسة الوطنية أو لملاء الدولية ممكن هذه النقطة بالتحديد التي أثرتها وهو التحدي في جعل هذه الفكرة المبتكرة أو الفكرة الإبداعية كيف يمكن أن تتحول إلى مؤسسة ناشئة وهنا نتحدث عن دور الحاضينات في الجامعات كيف تعملون على مساعدة الطلبة على بلورة هذه الأفكار وذلك المصار إلى أن تصبح مؤسسة ناشئة قائمة بذاتها قادرة على المنافسة لا يخفى عليكم أن أدوار الحاضينات الأعمال هي ثلث أدوار رئيسية هي دور المرافقة هي دور التكوين وهي دور التوجيه أو الاستشارة في البداية الطالب يكون ربما تائها وغير مدرك لكيف يخوض غمار تأسيس مؤسسته المستقلة والناشئة أو هل حقيقة يمكنه كتخصص في العلوم الإنسانية مثلا والاجتماعية أو غير التقنية أن يؤسس مؤسسته الناشئة الآن أول دور هو الدور الاستشاري يستشيرون الطلبة أو حتى أساتذتهم المشرفين من خلال مختلف المنصات التي نتيحها للتواصل سواء بريد الحاضنة سواء صفحتنا الإلكترونية أو حتى مكتب الحاضنة ومقره الموجود على مستوى جامعة أولاد فارس بعد الاستشارة ننطلق في المرحلة الثانية وهي مرحلة التوجيه مرحلة التوجيه تنطلق بعد أن يسجل الطالب في منصة تسجيل المشاريع الناشئة في هذه المرحلة كل المشاريع تقبل ثم ننتقل إلى مرحلة ثانية وهي غربلة وتصفية المشاريع ممكن في هذه النقطة بالتحديد كيف نفصل في هذه النقطة بالتحديد كل المشاريع تقبل يعني كل الأفكار تقبلونها قابلة نعم كل الأفكار قابلة لأن تكون مشاريع ناجحة لماذا؟ لأن الطالب لما يسجل في منصة مؤسسة ناشئة لا يدرك أصلا مقومات المشاريع الناجحة لديه فكرة يعتقد أنها ستكون ناجحة من خلال أيام التحسيسية من خلال دورات تدريبية من خلال الورشات التي ننظمها على مستوى الحاضنة والتي تركز على ورشتين أساسيتين في البداية وهي التفكير التصميمي أو ديزاين ثينكينغ وأيضا نموذج الأعمال التجاري هاتان الورشتين الأساسيتين سوف تغير رؤية الطالب لمشروعه ونحن دائما ما نقول للطالب أنك من سيضع مشروعك أمام مرآة الواقع ومرآة السوق المحلية والوطنية كيف ذلك؟ من خلال دراسة الاستراتيجية للسوق من خلال وضع مشروعه في أفق أربع نقاط رئيسية وهي نقاط القوة لفكرته نقاط الضعف لفكرته أيضا الفرص والتهديدات التي يمكن أن تواجه فكرته نحن نعمل على أن تصبح كل فكرة ناضجة لأن نسج الفكرة هو الذي يجعلها تتميز في السوق وتنجح لا يخف علينا ربما تستغرب في البداية أن كل المشاريع تقبل كل المشاريع تقبل لكن بالتدريج سوف يتم تطويرها وتنقيحها وإضافة مقومات أساسية فيها بنجاحها نعم أكيد من خلال دورات تكبيلية مثلا دراسة الجدوى الاقتصادية دراسة السوق النمذجة كل هذه الورشات إنما هدفها ماذا؟ هو السقل المعارف النظرية للطالب ثم الانطلاق إلى تجسيد المشروع على أرض الواقع نفكر على مستوى الحاضنة أن ندعم ربما هذه الورشات التدريبية بورشات أخرى مثل دراسة التفاوض وهي التي سوف تساهم أو تساعد الطالب فيما بعد تأسيس مشروعه كيف يفاوض عفوا في إيجاد شركاء لمشروعه كيف يفاوض في أن يجد من يساهم في تنمية مشروعه لأنه لا يخف علينا أن آليات التمويل تختلف من مشروع إلى آخر في بعض الأحيان يمكن للطالب أن يبدأ دون أن ينتظر التمويل الذي تمنحه مؤسسات الدولة المسخرة في هذا الخصوص إذن بإمكانها أن يبحث عن شركاء يمولون مشروعه كانطلاقة ويساهمون فيه ثم بعدها تنتقل إلى المرحلة ربما با قبل الأخيرة لكن حتى بالحديث عنه التمويل ممكن تمويل كان أكبر عائق يؤرق أصحاب المؤسسات الناشئة لكن مع التسهيلات والتحفيزات والقوانين الأخيرة والصيغة التمويلية المستحدثة خاصة ما تعلق منها بصندوق تمويل المؤسسات الناشئة هذا الأمر لم يعد مطروحا بشدة كل التحفيزات كل التسهيلات مقدمة الآن لطلبة والشباب من أجل البدء في تحقيق أحلامهم وتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع من خلال هذه التسهيلات والتحفيزات لكن فقط هناك نقطة مهمة جدا نتحدث عن فكرة المؤسسة الناشئة هي دائما فكرة مبتكرة تعطي حلولا نوعية لمجابهة مختلف المشاكل والتحديات والعوائق الحياتية كيف تعملون على انتقاء هذه الأفكار التي ستعطي حلولا نوعية تساهم في إيجاد حلول أو تساهم في إعطاء دفع قوي لمجال من المجالات الحياتية والإستراتيجية ربما من بين توجيهات والاستشارات التي نقدمها للطلبة في هذه الخصوص لما يقومون بطرح إشكاليات أو حلول لمشكلات معينة في تخصصاتهم الفرعية أنه دائما يعتمدون على مشاريع قائمة على فرق عمل لماذا فرق العمل؟ لأنه عادة ما يقوم طالب في الآداب أو في العلوم الرياضية بتقديم حل لمشكلة في تخصصه لكن يصل أمام عائق أساسي وهو تجسيد الفكرة والمشروع على أرض الواقع من خلال محاكاته للرقمانة لا يخفى علينا أنه على مستوى حظينة الأعمال أغلب المشاريع التي سجلناها هي مشاريع مرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة وأيضا تزاوج ما بين الأسلوب الكلاسيكي في حل المشكلات واستخدام التطبيقات الحديثة والذكاء الاصطناعي الآن هنا الإشكال الذي يجده الطالب هو من سيجسد له فكرته في هذا الخصوص دائما ما ننصحهم بفرق العمل والاعتماد على طلبة الإعلام الآلي لكن وجدنا أيضا صعوبات في التنسيق ما بين الطلبة من تخصصات غير تقنية والطلبة في الإعلام الآلي لذلك قدمنا مقترح السنة الماضية في إيجاد بنك معلومات لطلبة الإعلام الآلي الذين يمكنهم أن يكونوا شركاء في فرق العمل في مختلف المشاريع على مستوى حظينة شلف مثلا سجلنا ثلاثة لابل ثلاثة مشاريع لطالب واحد في الإعلام الآلي كان شريكا في ثلث مشاريع هنا نشوف أنه فعالية إيجاد طلبة من الإعلام الآلي شركاء في مشاريع من غير الإعلام الآلي لماذا أعود إلى النقطة دائما الأولى التي قلتها أن كل المشاريع مرتبطة بالرقمنة مرتبطة بتكنولوجيا الحديثة مرتبطة بالمنصات وأغلبها خدمتية يعني غابت شوية المشاريع ذات الطابع الإنتاجي لأنه ترتبط بالطابع الزراعي ترتبط بالطابع الفلاحي ترتبط بالطابع الصيد البحري لكن على مستوى الحاضنة نشجع الطلبة على إيداع براءات اختراعهم سجلنا أكثر من عشر طلبات لحصول على براءات اختراع على مستوى حاضنة تشلف أغلبها من كلية التكنولوجيا وفي هذا الخصوص دائما قلنا نعود إلى دورنا الأول اللي هو الدور الاستشاري والتوجيهي الذي يتبع عفوا بعملية المرافقة والتدريب وهذه النقطة بالتحديد التي كنت أود أن أسألك عليها السيدة ناسيمة طيليب نتحدث عن المرافقة ونوع الدعم أو نوع المرافقة التي تقدمونها للطلبات هنا نتحدث عن المرافقة القبلية وحتى المرافقة البعدية أيضا نتحدث على ثلث أنواع أضيف وسطية بينها هناك القبلية والتزامنية والبعدية القبلية قلنا قبل أن يسجل الطالب في المنصة يكون ضائع ما بين الأفكار لا يعرف كيف يبدأ المتابعة التزامنية وهي من تاريخ تسجيل طالب موضوعه إلى غاية ما قبل المناقشة والمتابعة البعدية تكون ما بعد المناقشة لما ينتقل الطالب في رحلة البحث عن تمويل لأن أغلب الطلبة حتى يناقشوا مشاريعهم على مستوى كلياتهم ينتقلون إلى مرحلة الحصول على التمويل وفي هذا الخصوص التمويل لا يخفى علينا أنه ليست الجامعة هي التي من يقدم تمويل إنما هناك جهات وصية تقوم بذلك من ضمنها وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة التي تقوم بدراسة الملفات وعلى مستواها هناك لجنة تنسيقية وطنية فيها مجموع عامل الخبراء من مختلف التخصصات يقومون أيضا بمنح تأشيرة حصول المؤسسة على وسم هناك ربما ثلث أنواع من الوسم وسم مشروع مبتكر وسم مؤسسة ناشئة وبرأة اختراع هذه هي الثلاث صيغ التي يمكن للطالب أن يحوز فيها على التمويل وأن يحوز فيها على الامتيازات التي توفرها الدولة الجزائرية ضمن القرار 1275 الكرة الآن هي في ملعب الطلباء والشباب للاستثمار في كل هذه التسهيلات في كل هذه التحفيزات من أجل بلورة أفكارهم والعمل على تحقيقها على أرض الواقع لتصبح مؤسسات ناشئة ما هي رسالتك للطلباء والشباب للانخراط في هذا المسعى وهذا التوجه والمساهمة في إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني ربما رسالتي تنطلق من المعطيات الأولية التي سجلناها على مستوى حظنة أعمال جامعة شلف في تقديرات حصيلتنا للسنة الماضية وهي أنه سجلنا 70% من المشاريع على مستوى الماستر 30% على مستوى الليسانس سجلنا أغلب التخصصات ربما عندنا العديد من المعاهد لكن هناك بعض المعاهد لم ينخرط فيها الطلبة بعد في القرار 12-75 لذلك رسالتي أنه على الطالب أن يكون واعيا بالامتيازات التي تقدمها الدولة في هذه الخصوص وبأنه مشروع مؤسسة ناشئة هو واقع وليس ربما فقط مجموعة من الأفكار التي غير قابلة للتجسيد لذلك رسالتي لكل طالب يمكنك إذا كانت توفرت فيك روح الإبداع والابتكار إذا كنت تملك فكرة مبدعة عليك أن تنخرط ضمن القرار 12-75 دون خوف لأن هناك مجموعة من الخبراء مجموعة من الأساتل الذين سيرافقونك سيساعدونك على تجسيد فكرتك ضمن القرار 12-75 وتصبح فكرتك مؤسسة ناشئة على أرض الواقع ممكن على حسب خبراتك وتجربتك وتعاملك مع الطلبة كيف تقيمين الفكر الريادي أو الفكر المقاولتي وفكر الإبداع والابتكار وريادة الأعمال عند الطلبة وحقيقة منذ تبني القرار 12-75 إلى غاية اليوم لاحظنا أن عملية الإنخيرات في الفكر المقاولتي والفكر الريادي في تزايد مستمر على سبيل مثال الإحصائيات التي سجلناها في سنتي 2022-2023 مقارنة بالإحصائيات التي سجلناها في السنة الموالية تزايدت بالضعف إذن هناك ربما تنامي نعم هناك تنامي لوعي وتقبل وإقبال الطلبة نحو الفكر الريادي الآن أظن أن حتى النوادي العلمية بإمكانها أن تساهم في بحث الفكر الريادي لدى الطلبة لماذا؟ لأنه نعرف أن النادي يكون عادة قريب إلى الطالب يمارس نشاطات جوارية وربما أكثر تخصص ونوعية بين الكليات لذلك أعتقد أن هناك مستقبل واعد للفكر الريادي في الجامعة الجزائرية خصوصا لما نلاحظ أن بعض المشاريع تجسدت فعلا على أرض الواقع وهذه هي ربما جرعة الأمل التي تبعث في الطالب روح الإقدام والمغامرة ضمن القرار 1275 ممكن الفكر الريادي والفكر المقاولاتي يتطلب تكاتف جهود الجميع من أجل تنمية هذا الفكر عند الطلبة الجميعيين هناك تنسيق بينكم تحدثت عن النوادي العلمية هناك أيضا تنسيق بينكم بين مختلف الفاعلين أيضا من أجل العمل سوية على تنمية هذا الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي والتحقيق هذا التوجه وهذه الفكرة في جعل الطلبة الجميعيين أصحاب مؤسسات ناشئة قادرة على إعطاء القيمة المضافة المرجوة أكيد هناك تنسيق على مختلف المستويات والأصعدة تنسيق داخلي وتنسيق خارجي إذا تحدثنا التنسيق الداخلي يكون بين واجهات الأعمال ضمن الجامعة وهي مركز تطوير المقاولاتية وهي الحاضنة الأعمال وهي دار الذكاء الاصطناعي وأيضا للكاتي كلنا نعمل في تنسيق الجهود وحتى البلو الذي ينسق ما بين المؤسسات الناشئة أو الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين كلنا نعمل على تعزيز الفكر الريادي والمقاولاتي في الجامعة الجزائرية وخصوصا على مستوى جامعة شلف وخصوصا أكثر الجهد مضاعف على مستوى الكليات التي لم تنخرط بعد ضمن القرار 1875 نحاول تعزيز تواجدنا نحاول تنمية روح المقاولاتية وريادة الأعمال بالنسبة إلى التنسيق أيضا الداخلي نحن لا نعمل دون الشراكة مع الطلبة شراكتنا مع الطلبة تكون بشكل فردي من خلاله ربما تقدمهم إلى مكتب حاضنة الأعمال وتكون بشكل مؤسس أو تنظيمي من خلال العمل بالتنسيق مع النوادي العلمية والتي ساهمت خلال فترة رمضان في تنظيم وراشات تدريبية يعني عن طريق الزوم وكان الحضور والإقبال يعني محتبر وجيد من قبل الطلبة أيضا التنسيق يكون مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لا يخفى عليكم أن لجنة مناقشة مذكرة مؤسسة نشئة هي مختلفة عن اللجان العادية أو الكلاسيكية الكلاسيكية أغلب اللجان هم أعضاء أو أساتذة من نفس الكلية لكن لجنة مناقشة مذكرة التخرج مؤسسة نشئة هي مشكلة من أساتذة من التخصص ومن خارج التخصص نظرا لطبيعة الموضوع الذي قد يضم أكثر من تخصص في مشروع واحد وأيضا شريك اقتصادي أو اجتماعي دائما ما يكون حاضرا من أجل إبداء خبرته الاقتصادية والمهنية والوظيفية وأيضا درايته بسوق المنافسة في خصوص المشروع المتحدد وهو الهدف دائما من خلال ربط الطلب مع سوقي الشغل وإقامة شاركت أيضا مع المؤسسات الاقتصادية وتهيئة الطلبة ليكونوا على أهبة الاستعداد لولوج عالمي الشغل السيدة نسيمة طيلب عضو في حاضنة جامعة شلف شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المجهودات التي تقومون بها في توجيه ومرافقة الطلبة وتقديم كل أنواع الدعم التي يحتاجونها شكرا جزيلا لك وبالفكر المقاولة والإبداع والابتكار وريادة الأعمال أصلوا أيكم مشاهدي الأفاضل إلى ختام فقرات برنامج هذا الصباح أشكركم جزيلا شكرا على المتابعة دمتم أوفية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر